موسيقى السلام عليكم يا جماعة كله عملتم بخير ان شاء الله تكونوا دايما في احسن حال يا رب ان شاء الله بنكمل المحاضرات بتاعتنا عن البروجيكت مانجمينت وبأكد تاني المحاضرات دي برعاية نقابة المهندسين المصرية مشكورة وبين ارابيا مشكورين وبروجيكس ليميتد يو كي وان شاء الله النهاردة هنكمل المسيرة اللي احنا بدقناها في فهم المبادئ بتاعة علم ادارة المشروعات وهنبدأ نكمل مرحلة التخطيط كنا احنا بدأنا بسرعة كده انا بحب دايما اعمل ريفريش للناس على اللي احنا خدناه ده بيساعدهم كتير قوي ان احنا نكمل الموضوع بشكل ابسط احنا بدأنا فهم علم او اصيات علم project management يعني project management يعني strategy وبعد كده دخلنا في بعض المصطلحات زي مصطلح stakeholders وبعد كده نتكلم على المنهجية يعني ايه منهجية ويعني ايه احترافية وقلنا عشان ابني منهجية في المؤسسات بتاعتي بمر باربع مراحل لازم استعد واعمل جهب analysis وبعد كده ابدأ اعمل development وابني system وبعد كده ابدأ اطبق system واعمل implementation وبعد كده طبعا بحتاج اعمل automation عشان استفيد من مجموعة software والprogramming اللي موجود ان انا اطور المنظومة اللي انا بنفزها او methodology اللي انا بنفزها في المؤسسات وبعد كده اتكلمنا على مكونات لما اجي اعمل development لمنهجية هيبقى عندي مجموعة من العمليات مجموعة من processes الprocesses دير بنتقسم تحت عنوين اسمها knowledge areas العلوم اللي احنا بنحتاجها في ادارة المشروعات لها علم ال scope وعلم ال schedule وعلم ال cost وال quality وهكذا العلوم اللي احنا اتكلمنا عليها وبتندرج كمان تحت مراحل اللي بنسميها management process groups او project management life cycle اللي هي ال initiation وال planning وال execution وال control او 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 لو عايز تختصرهم في ال pdcl اللي هما dimming cycle plan do check act وبعد ما بتحط ال process بتاعتك بتبدأ تمسك كل process وبتبدأ تبني لها ال procedures بتاعتها اللي بتحط فيها who do what وهنعمل ايه وامتى وازاي نحط process flow اللي احنا هنشتغل على اساسه بنعمل forms وال templates اللي احنا هنملاقها طول ما احنا بنشتغل في process بنحط logs وبنعمل التقارير او templates بتاعت التقارير اللي احنا هنشتغل عليها وبنحط key performance indicators اللي هتبدأ نقيم من خلالها الشغل اللي بيطلع وال process اللي بتتعامل عشان احدد success وال failure النجاح والفشل اللي انا بحققه من خلال تطبيقه لمنهجية ادارة المشروعات وقدر حسب الناس على الشغل اللي هما بيعملوه في ادارة المشروعات عن طريق P-I طيب هنيجي دلوقتي نتكلم على مرحلة ال planning كنا اتكلمنا فيها وكنا اتكلمنا على بعض ال knowledge areas زي علم ال scope وهنكمل النهاردة في ال planning وهنبدأ نتكلم على ال schedule management قولنا البرنامج الزمني تكلمنا المرة الفاتحة عن انت ازاي تبدأ ترتب طريق تفكيرك في ان انت تتعامل مع time في المشروع بشكل بتاحهم زي ما اتكلمنا المرة الفاتت ازاي تتعامل مع حاجة urgent و important وحاجة not urgent but important وحاجة not urgent وحطينا طبعا مش هاي تاني عشان ما داعش وقت المحاضرة بتاع تنا طيب البرنامج الزمني بقى عشان يكمل بشكل سليم كان جيف احد الاسئلة وجوابنا عليه احد الاسئلة بيتبني معا حاجة بنسميها الاسكاجول confidence package او في بعض الشركات يسموها الاسكاجول narrative سميها زي ما تسميها ممكن تسميها الاسكاجول بيزيس تمشي برضو مش مشكلة عبارة عن ايه عبارة عن ان انا حط المعايير اللي هبني عليها البرنامج الزمان زي برضو ما شرحت في المرة اللي باتت احد الاسئلة او اجابة احد الاسئلة فمن ضمن المعايير productivity rates المعدلات الاداء اللي انت هتشتغل بيها تمام انا هشتغل بعمالة العمالة دي بتعمل المحارة كم متر مسطح في اليوم بتعمل بلات مش عارف كم الحفار بيحفر كم متر مكعب في اليوم وهكذا بجيب المعلومات دي منين يا اما بستخدم بعض الموسوعات العلمية طبعا احنا عملنا الواتساب مشكورين الجماعة بتوع وانس عمر وانس محمد عملوا الواتساب فانشاء الله هبدأ نزل لكم الماتيريال اللي وعدتوكم بيها واي حاجة جماعة يعني حد بس يقول لعا الواتساب وانشاء الله هبدأ نزل لكم حاجة كتيرة انشاء الله على الواتساب فهنزل لكم بعض الكتب عن البردكتيف عندي كتب قيمة جدا بس في مجال طبعا الكونستركشن وانشائر معكم كمان شيت انا كنت عامله اكسيل فيه برضو مختصر او معظم الحاجات المهمة اللي بيستخدمها كبروداكتيف تريدز في المشاريع بتاعي مشاريع الكونستركشن طيب فدي بعض المصادر اللي احنا ممكن نجيب من البردكتيف تريدز والنورمس بتاعتك اللي هي انت شركتك بتبقى عندها خبرات بالعمالة بتاعتها المدربة اللي شغالة معها فمن خلال النورمس بتاعتك بتبدأ تستخدم وتملى البرنامج الزمني بتاعك بالمعلومات اللي بتبقى اكتر دقة من معلومات جابة من كتاب ومن جابة من مكان تاني تديكو كده برضو مثال عشان تبقى عارف برضو ان انت احيانا ان انت تاخد البردكتيف من شركة او من مؤسسة او من حتة وتشتغل بيها ده ساعات ما ببقاش صح قوي يعني كان فيه مشروع والمشروع ده كان فيه بعض الاكتيفيتز كده جديدة ما عندناش لها نورز ما عندناش لها فقعدنا ندور على في حد جاب لنا كلنا ساعتها بنشتغل في حد دول الخليجية يعني في حد جاب لنا البردكتيفيتز اللي بتشتغل فيها احد المؤسسات الكبيرة في بريطانيا خدنا البردكتيف ريتز وبدأنا نطلع بيها ديوريشن لان طبعا زي ما اتفقنا ديوريشن هي علاقة وطيضة بالبردكتيفيت ريتز وفي معادلة بتقول ان الديوريشن بتساوي الكونتي على البردكتيفيت ريتز على النامبر على حاجة سماء الفاكتور وممكن لا باشترح لك يعني ايه الفاكتور المهم فبدأنا نحسب الديوريشن بناءا على البردكتيفيت ريتز اللي جاتلنا لما جينا نشتغل اتشافنا ان الاكشوال بعيد قوي عن اللي احنا كنا مخططينه في البرنامج الزامن لما نظرنا بصراحة محش جدا فالشركة الادارة جابونا قالوا يا جماعة في حاجة غلط روحوا شوفوا كده ايه المشكلة فبصراحة عملنا فاكتشفنا حاجة مهمة جدا شفنا اللي بنشتغل بها في هذه الدولة الخليجية اختلف تماما عن اللي كانت جيالنا من بريطانيا كانت تقريبا بوينت سري فايف لو اما تذكر الرقم يعني يعني متخيل بوينت سري فايف الانتاجية يعني تقريبا تلت الانتاجية اللي الناس بتعملها في بريطانيا طب ليه عادنا نحلل طبعا يعني مش الوقت برضو اقول لكم كده كام نقطة لو انت قعد تتفكر معايا انت ممكن تبدأ توصل للنقطة دي بيولوجيكي يعني يعني مثلا الدرجة الحرارة الدرجة الحرارة طلع عليها تأثير كبير جدا في الانتاجية العامل اللي بيشتغل بدرجة حرارة مناسبة درجة حرارة مش حر قوي او مش ساعة قوي ده بينتج احسن بكتير من اللي شغال في جو مثلا كويس او في جو بيا في رقيا الحاجة التانية اللي اكشفناها التول اللي اكشفنا ان فيه بعض الادوات اللي عمالة بتستخدمها بتوفر لها كتير جدا في الانتاجية طيب ايه تاني جدا جدا ان لما بتيجي تقول skilled labor skilled labor دي بتختلف بصراحة من بلد لاخرى مش هسكر البلاد عشان حساسية الموضوع ده لكن كلمة skilled labor زي يا جماعة لازم تحط احتها كم خط مثلا في بريطانيا عندهم skilled labor دي حاجة كده مقدسة يعني skilled labor يعني 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 السباك بمعاش هذا واخد يعني حد فاهم يعني ايه سباكة حد امبابلا تعرف يعني امبابلا امبابلا في تركيب السراميك البلاط السراميك ولا حاجة دي فاذا الراجل مدرب وبالتالي المعدل اداء بتاعه عالي لانه مدرب جدا ومتعلم يعني شغلانة بتاعته في المكان المعهد اللي علمه الشغلانة دي سواء كانت سباكة كهربا واتفر يعني لكن في بعض الدول للأسف لا يعني العمل دا يعني دا مش حقيق ولا عمل مدرب ولا حاجة دا حد في بعض الدول الخليجية بصراحة للأسف يعني هو بيجي شخص برضو يجيبه حد من انجلسية معينة ويحطوه انت بتعرف تعمل ايه ولو ما انت خلاص تعال اشتغل مبال تعال اشتغل طبعا انتجياته بتبقى زي الزفت وشغله ضعبان جدا وتعطى تدربه عبار ما توصله الانتجية كويسة وعبار ما تدربه تلاقي الشركة اللي مأجره لك تاخده وتوديه في حت يعني فعشان كده دا كان عامل مهم جدا في موضوع الانتجية فخلي بالك وانت بتحسب المعدلات بتاعتك وانت بتبني الستمت كونفيدنس او المحاضرات ديت مش كورس يا جماعة ومش منهج متكامل لانها بس كانت تعريفات يعني ان شاء الله لما نرتب مع بعض حاجة متكاملة انا هقول لكم بقى المواضيع كلها بالتفصيل يعني انا بحاول اديك بس الهايلايت كده يعني نفكر فيها مع بعض ونشوف اهمية العلم ده ازاي بيأثر عشان لسه اللي هو لسه مهم الكلام ده يبقى على الاقل خد شوية امثلة حقيقية تقول لك الكلام ده مش مهم بس من غيره كوارس يعني المهم كنت عايز اكلمكم على موضوع الكمبريشن ايه الكمبريشن ده انت ما بتيكي تعمل برنامج زمني لأول مرة وطبعا اكيد بيسمعني بلانرز كتير أو بلاننج انجينيرز في الاؤديونس الحمدلله الفيديوهات عاملة اللي شايروها الجماعة بإم عربية مشهورين الحمدلله تفرج عليها عدد كبير من الناس يعني فأكيد بيسمعني الناس الوقت بلاننج انجينيرز وناس برويج مانجرز فبيجي يعمل البرنامج الزمني بيبدأ يبني البرنامج الزمني ونحط الDuration وبعدين يبدأ يعمل حاجة سيكوانس برضو عايز التكلم عنها يتخذ وقت كبير جدا وانا عايز أدي أهم بالمحاضرة طال النهاردة ولو عملنا كورس متكمل نبقى نشرحها بالتفصيل ازاي بنعمل السيكوانس ونربط المهم اللي أنا عايز أقوله إيه إن بعد ما بتعمل البرنامج الزمني وتربط العلاقات بالمنطق بتاحها باللوجيك بتاحك المنطقي زي أصول الصناعة ما بتقول تمام بتلاقي البرنامج الزمني أنت مثلا عندك ما تروح في سنتين بعد ما بتزبط أو بتبدأ تخلص البرنامج الزمني الأول مرة كده أو الترائل ما بيخلص في سنتين على طول أبدا عمره بيطلع في سنتين اطلع لك بقى في سنتين ونص اطلع لك في ثلاث سنين اطلع لك إنت بقى وإيه وفيها جزء شوية يعني على حسب إنت بنته إزاي المهم في الأخير مش يطلع سنتين يعني القلاصة كل ناس طبعا اللي شغالين في البرنامج عارفين مش يطلع سنتين هيطلع لكن أنا طبعا عقدي سنتين أو المطلوب مني سنتين فمش هينفع سنتين ونص ده الحد ولا وليه الحد طب بعمل ايه عايز اخلاص ازبط فبعمل حاجة اسمها تكنيب بصوا بقى عشان دي بقى حتة مهمة جدا يا جبا انت لما بتكون سايق عربية ركز بقى معايا عشان بقى يعني فيش حد بيعرف يقوله كتير يعني انت سايق عربية وبعدين هتقبط في حاجة قدامي هتعمل ايه سهل هتضرب فرامل حالو يبقى في فرامل يبقى في فرامل يبقى في حاجة هدوس عليها هي لتوقف العربية تمام طيب التسجيل بتاع العربية عالي قوي ودانك هت سهل هتعمل ايه هتروح موطي بس في زرار توطي منه ايو اذا نخلي بالك يا جماعة المانجمنت المانجمنت الناس بتشتغل مانجمنت عندهم احترافية عندهم زراير عندهم فرامل الناس التانية ما عندهاش كده بلبسوا في الحيطة كتير ما عندهش فرامل تلاقي حاجة يدوس عليها توقف تلاقي دايما صوت لا انا عندي فانا هنا هبدأ اقولك يعني ايه فرامل يعني ايه ما هو البرنامج الزمني يطلع كده لا في زراير في عندي مؤشرات في عندي زرار بيعلي ويوطي المتجاز يعلي على الاكل ولا وطي لازم لازم عندي كنترول على الكلام ده فانا عندي زراير فهنا ده اول زرارين بنتحكم فيهم في البرنامج الزمني زرار اللي هم اللي زرارين تحت عنوان اسمه الكمبريشن الكمبريشن التكنيك الضغط الضغط البرنامج الزمني ازاي فعندي زرار اسمه الكراش وعندي زرار اسمه الفاست تراك فكرة الكراش ايه بقى فكرة الكراش ايه انا عايز اكتب بقى بصراحة بصوا كده يعني ايه كراش انا عندي دائما اتفقنا ان الدوريشن بتاع اي نشاط بيساوي الكمية الكيو على البي على الدي على الاف يعني لو انا عايز اعمل اكسكيفيشن عايز اعمل حفر ده كمية الحفر كوانتيتي ده معدل اداء اللودر اللي هشتغل بي سوري دي ان مش كده يا جمع دي ان في على number of resources اللي هي عدد اللوادر وده الفاكتور ايه الفاكتور ده هقول لك فاكرين لما اشترح لكم من شوية عشان كاش اختر لكم المثال بتاع بريطانيا والمعدلات ده انت جايب المعدلات من مكان طيب انت لما تيجي بقى تشوف انت تأثير درجة الحرارة على المعدلات دي قد اي بتنزلك مثلا 20% بدل تغير معدلات الاداء لا يضرب في فاكتور يبقى انت كده ايه بتضرب في فاكتور بيبدأ يزبط لك المعدلات اللي انت جايبها بحيث تتماشى مع الواقع اللي انت شغال فيه فهي دي فكرة ال فاكتور دي لكن في العادي هي واحد مفروض تبقى واحد يعني لو انت ما عندك شي او كراش اللي هو اول زرار عندي انا عندي زرار كده زرار زي كده زرار ال زرار راديو هيبدأ الزرار ده هتحكم فيه بص بقى جميل عندي حاجة هتديني تحكم على البرنامج الزمني انا عايز اعمل ايه عايز اضغط البرنامج الزمني يعني ايه يعني اعايز اخلي البرنامج الكراش اصطلح اسمه كراش طيب هاجي بقى اعمل ايه انزل الدي طب تعال كده كسيمبل ماث او يعني معادلة حسابية عشان تنزل الدي عندك كم حل عندك ان انت تنزل ال كيو او ترفع البي او ترفع الان طبع الاف دي ما مش فاتحة تمام طيب هل ينفع عشان اخلص المشروع بدري اقول مش احفر كل الارض لا طبعا احنا مش هلعب في الكيو مش هلعب في الكيو تمام طيب هل معدلات الاداء دي بتلعب فيها اه بس بتلعب فيها عن طريق ال number of resources يبقى هي دي باختصار فكرة الكراش يبقى الكراش هو ان انا هعلي المعادل هعلي number of resources بتاعتي وخلي بالك بعلي number of driving resources driving resource اللي هو الريسورس الحاكم او الريسورس اللي بيسوق عملية الانتاجية تمام يعني مثلا عندي حفر بحفر بلودر يبقى بلودر هو معدل اداءه هو درايفر بتاعي لو انا بعمل محارة يبقى عامل المحارة هو معدله هو درايفر بتاعي تمام فهبدأ هنا اعلي number of resources داي وبالتالي لما علي number of resources هتبدأ تقل الله ده جميل جدا طيب الموضوع للأسف مش سهل كده الموضوع مش سهل كده طيب ليه بقى تعال نقول طيب واحد يقول لك يا عم احنا بنعمل الكلام ده ولا بنعمل كل اللي انت بتحكي عليه ده بنعملوش بس بنعمل موضوع ده بخسر شيء جدا واسهل كتير اقول له يا عم بتعمل ايه انا بقول لكم بقى عن ردود الناس اللي فعلي مش بقى قصص والله يا قصص نبيجي واحد يقول لا ده نبيجي عندي project manager يا رئيس يروح جاي جاي بالكرسي بتاعه شدد كرسي وقعد جنبي في المكتب يقول له جميل وايه تاني يقول لي افتح ياعم البرمافيرا بتاعتك دي اروح فاتح له البرمافيرا يقول لي اه المشروع كده شريو النص يقول لي بص كده اه 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 يقول له اه مش مهندس انا عملها تلاتين اه 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 دي كمي يوم عشرة اه خليها خمسة ونقعد نعمل في خمس دقايق ونقفل البرنامج ويخلص في سنتين زي الفل انت تقعد تدوشنا ليه اه بتعمل كده انت في كارسة ليه بقى ده اللي انا عايز اشرحه عشان كده بقول لك بقى يعني احترف ايه الناس فعلا ممكن توصل للهدف يا جماعة بس بتوصل له بكوارس ومش تقعد تقول الاصل لي هي الموضوع لازم يتعامل بالطريقة اللي انا بقول عليها دي عشان عشان انا اشرح ليه مش عشان هي كده وخلاص فيش حاجة اسمها هي كده طيب نشوف ليه طيب تعال نرجع تاني الطريقة العلمية وقول لك الراجل ده زي بيلبس الدنيا في الحيطة لما عمل الطريقة اللي هي يقعد جان بالكورسي ويقول له لان الكراش ده ليه اصول طيب يعني ما اتبعتش الاصول هقول لك لو ما اتبعتش الاصول هي احصل ايه اول حاجة اول حاجة هو ايه مشكلة الكراش لو الموضوع بسيط كده كان كل المشاريع خلاص في ما عاد ها طيب اقول لك احصائية احصائية في العالم العربي احصائية بتقول ان يا كان 3% دو 7% 7% من المشاريع في العالم العربي كانت معمولة على بعض دول ب小 Research になزل احمق دول وحاجة عشان نقصها ان 87% من المشاريع بتتأخر عن معادة 87% من المشاريع عن كل مية مشروع 87% مشروع ما بيخلصوش الواق الله طبعا الموضوع سهل او لا مسهل. هقول لك ليه مسهل. هو يبان سهل لكن هو مسهل. اول حاجة هو ايه مشكلة ان انا اعمل كراش? ما هي سهلة اي لا. لان اول تأثير هتبدأ تصطدم به وانت بتعمل كراش الكوست. المعلم كوست ده اكبر مشكلة لعندي كل الناس. انا هزود عمالة يعني عايز فلو زيادة. انا قريدي عندي اتنين عمال شغالين معاي في الشركة. لأكد انت هتروح تجيب اربع عمالة ينهر ابيض. انا عندي سباك شغال به. شغل تقيل. السباك مش قادر يوفر. روح اجيب سيلا نهارات. لاقي السباك بقى يشتري ويبيع فيك. وهتجيب السباك هيبقى الجديد ده ما يبوردكتيف التعبانة. ويقعد يحرق لك دمك. ويخليك يعني قصص كبيرة جدا. فاذا يعني قولا واحدا عشان ما خش فكرة لان انا عارف ان في ده بعض الناس ويطلق بطة ازاي بيزود الكوز لقولك. فمش عايز اخش في ده دلوقتي لكن هو يا جماعة قولا واحدا الكرايش بيزود التكلفة ويزودها كتير. ويعمل لك مشاكل كتيرة جدا في التكاليف بتاعت المشروع. مشا كده الفاهمين حتى لو ما عندوش بس من كتر خبرته يبقى عارف عارف مشكلة الكرايش دي قوي. يعني حتى لو مش عارف يعني كرايش بس عارف ان هو حتة ان هو يجيب عمالة زيادة دية عارف ان هي مشكلة ومصيبة يعني ممكن دخلوا تلبسوا في الحيطة وممكن تخسروا كتير جدا لو ما عملاش صح يعني. فاذا دي المصيبة الاساسية ان انت الكرايش ده مش اي كلام. ده بيزود لي التكلفة. طب وبعدين يعني انا اعمل ايه? ما لازم اعمل? لا. هقول لك انت لازم تعمل. بس طالما هي بتزود التكلفة كده لازم اخد بالي بقى من تلات معايير تانية. تلات معايير تانية. ايه التلات معايير التانية دول? ان انا وانا بعمل الكرايش. لازم ابقى زكي. ابقى سمارت. ابقى فاطن. ليه? لان الموضوع بيتكلفني. فاول حاجة لما تيجي تعمل كرايش. ما ما تعملش كده عشوائي زي ما حبيبنا ده عمل. وقعد جنبك وقال لك خد الاكتيفتي دي كمي يوم? لا. لا ما تعملش. ما تعمل ايه بقى? لازم تختار الاكتيفتي اللي هتدي تأثير فعلا يتناسب مع فلوس اللي هتفح فيها. فاول معيار هو الكريتيكاليتي. ان عندي اكتيفتيز كريتيكال واكتيفتيز نون كريتيكال. انا طبعا لازم اعمل كرايش الكريتيكال اكتيفتيز وإلا تبقى بالزبط بالزبط زي اللي ايه? اللي بينفق في قربة مقطوع. اكتيفتي مش كريتيكال اكتيفتي مش مشكلة اصلا. تروح انت تضغطها اكتر ما لقى لاش ايه ماينفع. فاول حاجة ان الاكتيفتي تكون الكريتية. طيب حلو امسك بقى اي وانزلنا لأ برضه. هشوف حاجة اسمها بقى ايه الالم في ماتوا Fi. يعني ايه يعني انا مثلا عندي اكتيفتي لو عملت له لو عملت له محتاج محتاج عمالة لان دي بتعمل لينج حوليه المبنى اللي هم بتنزل تجيبهم من اي مكان برخص التراب. وفي اكتف برضو دي عشان تعملها محتاج مسلا اه ريفت ديزاينر. شوف بقى انت هتعمل كراش لمية. طبعا اه هتعمل للعمالة لان دراكم هياخد رقم كبير جدا منك عشان تبدأ تضبل او تجيب كزا واحد يشتغل ويخلصوا لك بتاعتك. وبالتالي يبقى انت بتختار تعمل على 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 المشروع. تمام يبقى اول حاجة وبعد كده اللي على اللي ليها لو كوست امباكت لما تعمل لها كراش. طيب ايه تاني? وانت بتعمل كراش خلي بالك من حاجة بيسموها اللوف دمانشنج اوف رتير. اللوف دمانشنج اوف رتير. ساعات بيسموها بالعربي كده القانون الاسترجاع العكسي. فكرة اللوف دمانشنج اوف رتير دي بتبقى عبارة عن ايه? تبقى لك عبارة عن ان انت لما بتيجي تحط الدي مع الان في معادلة زي المعادلة اللي قدامنا دي وتيجي ترسم كورف. طبعا دي معادلة من الدرجة الاولى زي ما حضرتك وعارفين طبعا. ومعادلة الدرجة الاولى بترسم لي خط مستقيم زي برضو ما حضرتك وعارفين عامل زي كده. تمام? طيب. ده معنى ايه? معنى ان في علاقة عكسية ما بين الدي والان. وكل ما زودت او قللت الدي او سوري زودت الان كل ما دي قلت بشكل طردي. اه سوري شكل عكسي. ولو مسلا دبلت الان الديوريشن بتقل النص. دي المعادلة بتقول كده معادلة رياضية بتقول كده بس فعليا بقى يا جماعة الاسف المعادلة ديت ما بترسمش خط مستقيم كده. غريبة شوية. تمام? يبقى المعادلة ديت معادلة شوية نظرية. عمليا ما بتطلعش كده. ما بتطلع ازاي عمليا? في الحقيقة عمليا يا جماعة بتطلع حاجة عاملة كده. وبعض بتقلب كده كمان. ايه ده ايه الكلام الغريب ده? هشرح لكم ازاي? هديك اول مثال اول مثال سهل. ان انت لو عندك حتة ارض صغيرة وعايز تحفورها. تمام? فحسبت لو جبت لودر لودر ده بالمعدل الاداء ده هينزل الارض دي خلصها في عشر تيام. كمير? جي صاحب الشغل قال لك لا 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 عشر ايه? انا مش عارف ان في حاجة اسمها كراش وعايزين نخلص. روح اشتغل عايزين نخلص. انا ما عندش مشكلة في الفلوس. طيب يا معلم. روحت انت يا طبعا عندك بقى علم وخبرة وكلام من ده. قلت يلا بقى نعمل كراش. والان دي نحطها بعشر لوادر. فلما حطيت عشرة طلعت قولت يا صدق ان انا معلم. يلا بقى. روح جيب عشر لوادر. تبقى لو وانت بتحط بتاعتك. لازم تكون فاهم الشغلة هيتم ازاي? وفاهم العمالة ديت او او الموارد او هتشتغل ازاي جنب بعضها. وبالتالي العلاقة مش خطية. العلاقة بتبقى للمت معين. بتبدأ تقل 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 وبعدين تثبت. طب ازاي تعكس? يعني انا ممكن يعني واحد بعد المسال بتاع اللوادر ده. واحد يقول لك خلاص انا فهمت فعلا ان العلاقة ممكن تبدأ تقل 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 او حتى توصل لما حدنا تثبت. لكن كمان تعكس ايه تعكس دي? هتديك مثال على العكس دي. كنت شغال في احد الشركات الحكومية في يوم الايام يعني. فالشركة بيبقى فيها عمالة زايدة يعني غير الشركات الخاصة يعني. طيب العمالة الزايدة يقول خلاص زيها زايدة لكن البرودكتيبيتي مش تتعكس. مهما زودت لا. كل ما بتزود كل ما بتعكس. ليه بقى? ان الشخص اللي بقاعد ملوش حاجة يعملها ده. تمام? هيروح يسلى على الناس اللي تشتغل. ما قاعد حاجة يروح بقى الواحد بيشتغل في المكتب. تعامل يا فلاني فلاني. بتعمل يا اتا هتعمل بكرة. اتخرجت مبارحة. ويقعد يحكي معايا. والتاني يعني عايز يشتغل ومحرج منه. وممكن كل ده وقت بضيع ووست. احيانا بتعكس فعلا الموضوع بتقلي بعكسه. فخليك كيس جدا جدا وانت بتزود الريسورس. وبالتالي بقى حتة الراجل اللي قاعد جنب. لأ طبعا انتو عرفتو ازاي? دي هتعمل مشكلة كبيرة جدا في المشروع. وممكن تزود تكلفة جدا عالفادي. وتعمل وست كبير جدا عالفادي. وانت مش واخد بالك. خلي بالك. انتش واخد بالك. انت قاعد شغال عادي. واعد تزد. انت وست عادي. واعد بقى تدي المبررات في حاجات تانية خالص. مش واخد بالك ان المشكلة في قرارات انت خدتها. وفاكرها قرارات سليمة. حل? يبقى ده فكرة الكراشن. باختصار يعني. تمام? يبقى انت لازم تعملها صح. في كمان زرار تاني. يبقى انا كده عندي زرار. اقدر اتحكم فيه لما يكون المشروع بتاعي. وقته. او ياخد وقت كبير وعايز اخلي الوقت ده اقل. تمام? يبقى انا بقى عندي زرار. بقى عندي دواسة بنزين. بدوس عليها وقت ما انا كن مستعجل. وعندي بتاعتي تسمح لي. فادوس بنزين. وهوصل بدري. الاقي نفسي مصرع قوي. وانا فريسك ان العربية اروح مبطق. فعندي كنترول. فالزرار دي هي كنترول يا جماعة. التولز والتكنيكس بتاعت البروجيكت مانيجرز هي المنشار والشاكوش والحاجات اللي الراجل هيشتغل بها البروجيكت مانيجر. فهي دي احد ايه التولز والتكنيكس مثلا. طيب. فيه زرار تاني مهم جدا تحت عنوان الكراش نقدر برضو نتحكم فيه في زمن البرنامج الزمني وهو اسمه الفاست تراك. فاست تراك. فاست تراك عبارة عن ايه؟ عبارة عن طريقة برضو بضغط بيها البرنامج الزمني. بس مش بطريقة الكراش وانا انا ازود ريسورسز ما لا هعمل يبقى. لا انا هعمل حاجة تاني. انا عندي اكتيفيتز في المشروع. مربوطة بعلاقات منطقية طبعا. لوجيك فينش تستارت مثلا. يعني مثلا ما ينفعش اصب بسقف الخرصانة إلا ما خلص النجارة والحدادة. فده لوجيك. ما اقدرش مثلا ابدأ اشتغل فيه الاكتيفيتز اكتيفيتز. بعض الاكتيفيتز إلا لما الشوب دروينز يحصل لها ابروفل من الاستشاري. اول ما الاستشاري يعمل ابروفل لشوب دروينز. ابدأ اشتغل فيه التاسكس ديت او ابدأ اعمل الحاجات اللي هي موجودة في الشوب دروينز. وكذا. منطق يربط الاكتيفيتز بعضها. طيب. ما بتجي تعمل فاست تراك بقى الزرار ده بيخليك ايه؟ بيخليك تعمل حاجة اسمها ري افاليواشن بابدأ اعيد تفكيري في المنطق ده. اعيد تفكيري في اللاجك ده. فاعمل ايه؟ هابدأ ابص على العلاقات الحارجة برضو لازم امسك لازم ابتغل على وابدأ اشوف هو العلاقة دي تنفع تتغير ما ينفعش خلاص لان في اصول صناعة خلاص دي كده لكن في بعض الاكتيفيتز هتلاقي العلاقة فعلا ممكن تتغير. ممكن تتغير. بس لو غيرتها وخلتها بدل finish to start خلتها فيها حاجة اسمها اللي بنسميها overlap. هنا في حاجة اسمها overlap. تمام? او ساعات بنسميها بلغة المانجمنت. اللي اي اي دي. وساعات بنسميها مينس لاج. كل ده مسميات سليمة. تمام? او لاج او نعملها start to start مع لاج. المهم هنعمل ما بين الاكتيفيتز وبعضها. طيب واحد يقول لك ايه ده يعني دي مش هتزود الكوست? اقول له لا. انت مش هتلعب الا في العلاقات المنطقية. يقول لي طب خلاص يا عم انت كنت مدوقنا ليه? يبقى يالله نشتغل في كل fast track. هقول لك لا خلي بالك. ماهليها برضو المعايير اللي انت لازم تاخد بالك منها وانت بتعمل fast track. اللي هي ايه بقى? اللي هي risk. يعني في هنا خطورة بتبدأ تزيد مع عمل هذا التكنيك اللي هو من سميه fast track. ازاي? تعني اشرح مثال? لايه مثال مثلا shop drones ده. احيانا المقاول بيكون خلصوا shop drones بتاعته. ويسلمها الستشاري. استشاري لسه طبعا هياخد وقت عبال ما يعمل لها approval. يروح المقاول عامل يقول لك لا ناخد الرزق. ويبدأ يشتغل في من غير approved shop drones. طب ايه المشكلة? المشكلة ان بعض ممكن بعض اللي حانستشاري يرفض فيها major change. وبالتالي هو شال الرزق. وتحمل كل الحاجات اللي هو عملها دي عدة تانية على حسابه. كده ده بنسميه رزق. طب واحد يقول لك سمو ده برضو بيزود لكوست. اه بس انت لما الحاجة مش معروف او مش مؤكد هي توصلني الفين? دي بنسميها في علم management risk. فالريزق هو علم uncertainty او الغير معلوم او المجهول. فهي ما هتبقى مجهولة انا مش عارف ما يمكن لتشاري يوافق. زي الفل. تمام? وبالتالي الفاستراك هو تكنيك مهم جدا. اعمله بس ادرس الرزق بتاعه. يعني وانت بتعمل فاستراك ادرس الرزق. هو الرزق ده علم. نبدأ برضو ان شاء الله يمكن مع بعض لما نيجي نعمل الموضوع المتكامل. هنتكلم ازاي هندرسه النهاردة ان شاء الله هتديكوا برضو شوية معلومات عن الرزق. هنبدأ نعمل دراسة للرزق. ونبدأ نشوف الرزق بتاع الفاستراكينج ده هيأثر. لقيت الرزق عالي لا خلاص ما تعملش فاستراك في بعض. ما وخلي بالك انت عندك مشروع كبير ممكن يكون في مئة الف اكتيبيتي. فانت مش هتلاقي كله في رزق يعني هتلاقي في حاجات عادي ان انت تعمل لها فاستراك مش عاملك اي مشكلة. فبتدى انت ايه بتعمل كده? طبعا من خبرتك بقى ولو انت بتشتغل صحة من الاول مع شوية وقت وشوية مجهود هتلاقي نفسك بتعمل الكلام ده آآ بعد كده بسلاسة. بس عمله صحة بس من اول يوم عشان كل ما بتشتغل صحة من الاول كل ما شغلك بعد كده بيبقى بيخلص بطريقة مصبوطة بسرعة. طيب. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه? كراش فاستراك ودول احد الزراعي او احد الحاجات اللي احنا بسخدمها كادوات في البروجيكت مانجمنت في مرحلة التخطيط. في زرارين مهمين جدا تاني يا جماعة مش اقدر اتكلم عنه ببتش ان الوقت بقى. في برضو ده على فكرة يمكن اكتر حاجة في رأيي بتخلي البرامج الزمنية مش رياليستيك. مش قابلة للتنفيذ وده يعني كتير او بروجيكت مانجر ستراحة بيش تقولي الموضوع اللي يقولك ان البرامج الزمنية اللي بنعملها بصراحة بتبقى يعني بعيدة عن احنا بنعرف نفزه. من ضمن الحاجات اللي بتعمل المشكلة دي هي حاجة بنسميها resource leveling. ان انت بتعمل برنامج زمني. الـ resource requirements بتاعته غير مطابقة للـ actual resource اللي انت موجودة عندك في المشروع. وبالتالي بتلاقي المشروع بعيد. يقولك البرنامج الزمنية لو مشيت عليه احد البروجيكت مانجر دي انا اقول لي اعمل برنامج زمنية ده بضحك. يقول لي الهاردة محتاجين خمسين عامل. اقول له خاضر. احنا عندنا خمسين عامل فعلا. تاني يوم يقول لي هشوانس احنا محتاجين خمسين عامل. يقول له يا ابني ما احنا عندنا خمسين عامل. اليوم اللي بعده يقول له شوانس الناردة عندين مية يقول احنا عايزين خمس عمال بس في ايه عم في ايه. عمال اللي انا وبالتالي وبالتالي وانت بتعمل البرنامج الزامنية لازم تعمل اختبار على ما يسمى الريسورس وفيه تكنيك مهم جدا بتساعدك فيه البرامج زي البرامج اسمه الريسورس او الريسورس وفي حاجة طبعا اسمها برضو نزبط بها عدد الريسورس اللي موجودة في المشروع طيب دلوقتي فيه كمان تكنيك مهم جدا واحنا شغالين برضو لازم نخلي بالنا منه في شغل البرامج الزامنية اللي هو ايه بقى اللي هو اختيار اللوجيك المناسب اختيار اللوجيك المناسب يعني ايه اختيار اللوجيك المناسب يعني انا مثلا لما اجي اعمل يعني بتلاقي الناس ايه بتعمل الربط ما بين الانشطة بيبقى حاطط الربط ده كأنه اوبشنال لا طبعا يا جماعة لازم تعرف ان فيه تكنيك مهم جدا بتستخدمه عشان تزبط اللوجيك اللي بتربط بيه الانشطة ببعضها عشان كده عشان تستخدم التكنيك ده ان تعرف ان فيه درايفر او فيه حاكم او مجموعة حواكم بتحكم ربط الانشطة ببعضها ما انت لو انت بتربط اي كلام او بتربط الانشطة زي ما هي كده بتلاقي نفسك في الاخر بقى عندك شغل كتير جدا ممكن تعمل على البرنامج الزمني وممكن تقعد تقول كده مع نفسك او لو انت project manager وتفرج على شغل لحد عامله تقول لسه بالحاجات دي متعملتش من الاول ليه صح كده يعني انت فيه برنامج زمني بتراجعه والبرنامج الزمني ده بعد ما راجعته قعدتها بنعمل كذا وعدلنا كذا وغير ليه كذا وفي الاخر تقولي طيب احنا ما عملاش الاول ده كلام ده ليه عشان محدش رائع على المعاير دي خلاص فالتكنيك ده بيبدأ من خلاله نختار اللوجيك الصح بنبدأ من نختار منه نختار او من خلاله نبدأ نراجع على معظم الحاجات اللي بيتبني على البرنامج الزمني وده ممكن نسميه check list او schedule review check list ممكن برضو ان شاء الله شاير معاكو احد check list اللي احنا بنستخدمه عشان تبقى فعلا هي دي الحواكم اللي تشتغل عليها انا حطت معايير بصراحة مجمحها يعني من خبرات السنين اللي فاتت لكن ما يمنعش طبعا لو انت خدت ال check list دي ولقيت فيه معيار عايز يتحدث تزود طبعا يبقى ممتاز جدا احنا نطور الموضوع تمام فده برضو من احد التولز او التكنيكس اللي انا بستخدمهم وبتنفعني جد ان انا من خلالها ببدأ اراجع على اللوجيك اللي موجود بيتعامل بطريقة صح في حاجة مثلا اسمها mandatory او ساعات بيسموها ال hard logic ان يبقى خلاص ال activities ديت اللوجيك بتاعهم ده مفوش في لعب ده اصول صناعة يعني فعش اقولك ايه عشان نخلص المشروع بدري تعا نصب الخرصانة وبعدين نبقى نعمل النجارة او الحدادة بعدين يبقى احنا بنقذر ده دي اصول صناعة فده بنسميه ال hard logic او mandatory لكن في حاجات فيها discretionary فيها اختيار فيها optional وهكذا فدي كلها لازم تراعيها وانت بتبني البرنامج الزمني بتاعي بعد ما اتخلص بقى الكلام اللي انا بقوله ده كله بطلع برنامج الزمني بقى محترم دلوقتي محتوط في المعايير بتاعت crash fast track والresource leveling ومحتوط في المعايير اللي احنا قلنا عليها بتبدأ تاخد البرنامج الزمني ده وتراجعه وبعدين تاخد عليه approval ويبقى baseline مصطرة جديدة بتظهر معانا في المشروع نقولنا المشروع فيه مجموعة من المساطر او baseline اللي هيئيس عليها ال performance بتاعي وانا هعرف منين المشروع متأخر متقدم كل كل كلام ده لازم يكون عندي مصطرة وهي دي بقى المصطرة التانية اللي بنسميها schedule baseline تمام باختصار طبعا زي ما اتفقنا الكلام فيه تفاصيل كتير جدا يعني انا بحاول اختصر الحاجات اللي انا قديك بس فيها شوية محفزات كده تخليك حاسس ان العلم ده فعلا مهم وفعلا ممكن يكون ليه تأثير لو بدأت ان شاء الله تهتم بيه وتلفزه طيب هبدأ بقى خش على برضو في مرحلة التخطيط علم جديد اسمه علم risk management علم risk management ان انا بصراحة مش خبيب في موضوع الزوم ده لسه اه حد مسح وخلاص شكرا علم risk من علوم اللي برضو مش واخد حقها في علامنا العربي شوية لأسف مع انها من العلوم اللي ممكن فعلا تقلب لك الموازين رأسا على العقب اللي فعلا ممكن يعني فعلا تنقذ لك مشاريع وممكن تدخلك مشاريع في الحيطة يعني لقيت ان احنا برضو في المحاضرة الاخيرة دي النهاردة يعني ان نحاول نتكلم شوية عن risk ونقول برضو الكلام اللي مش هتقيه بسهولة المصادر المتاحة يعني وكده طيب ايه علم risk management ده علم risk management ده هو العلم اللي بيدرس زي ما قولنا والأسف المشاريع بطبيعتها بطبيعتها يعني دايما بقول المشروع ده او اعباره عن مجموعة من النيتشرز زي الانسان كده اقولك ايه طبيعة البني ادمين ايه طبيعة ايه طبيعة الاسد ليه طبيعة صح فنفس الكلام العلم المانجمنت بيقولوا ان البروجيكت ليه نيتشرز ليه مجموعة او ليه طبيعة ليه شوية حاجات كده فمن ضمن الحاجات اللي هي باي نيتشر في اي مشروع المشروع بيتعمل في المستقبل او بتبدأ فيه دلوقتي وتشتغل عليه في المستقبل وبالتالي اي مشروع بيبقى محاط بكتير من المجهول تمام وبالتالي انت محتاج علم بقى الريسك عشان تتعامل مع هذا المجهول طيب قبل ما نخش اكتر في موضوع علم الريسك مانجمنت عايزين نفرق ما بين ثلاث كلمات كلمة حذر وكلمة ريسك وكلمة ايشو ثلاث كلمات دول يا جماعة للأسف كتير من الشركات او الناس يعني بيستخدموا مع انهم تقريبا حاجة واحدة لكن هما في الحقيقة ثلاث حاجات مختلفة ومختلفة تماما طب هل يفرق ان انا يعني وانا لا ان طبعا يفرق ما انت تقعد في ميتنج وبتاخد فهيفرق لان الكلام ده هيترتب عليه علم لان في علم اسمه الهازرد مانجمنت فهتعمل هازرد انت مش عارف عن ايه هازرد فهتعمل هازرد مانجمنت ازاي فيه ريسك مانجمنت فيه ايشو مانجمنت وفيه هازرد لوج وفيه ريسك ريجستر وفيه ايشو لوج فلو انت مش عارف الفرق طب هتملى ده بايه وده اللي حاصل بقى تلاقي الناس مدخله كله في بعضه وللأسف بينعكس على الاداء والاكشنز اللي انت ممكن تاخدها كبروجيكت مانجر طيب الفرق بقى سهولة جدا انا احيانا بجيب كده صور اعبر بيها عن الشرح بتبقى اقوى بكتير جدا من الشرح كلنا مثلا عندنا انبوبة بتجاز في البيت صح ايقولك صح طيب هي فيها مشكلة لا طبعا فاش مشكلة ليه فاش مشكلة ايه المشكلة فإذا ايه هازارد, هازارد هو حاجة في الحقيقة هي خطيرة الأبوبة بتجاز ده حاجة خطيرة لكن متسيطر عليها فطول ما هي متسيطر عليها اسمها هازاردgeschべ كده الصور اللي نجدتها كده انت رحت جنانتي الحيوانات او انا رحت جنانة الحيوانات واخد ابن صغير معاى، تمام?, فالولد قاعد يتفرج عالددبة حاجة خطيرة اه حاجة خطيرة لكن متسيطر عليها دي جوه القفص يبقى دي كده يبقى انت اتدبه جوه القفص الأنبوة بتاعت البوتاجاس في البيت ليس مشكلة موجودة ومتسيطر عليها ومقفولة طيب ايه بقى الرزق هو ان يبدأ الحاجة الخطيرة دي تبقى مصدر خطورة يعني ايه يعني الكرة بتاعت حمادة راح يتوقع جوه القفص حمادة قاعد يعايت طيب خلاص بقى انا مضطر ايه هنطى جيب له الكرة اه هنا بقى بقى ايش حازر بقى تريسك ليه بقى في احتمال في احتمال ان الدبه دلوقتي تهجم عليها وتعورني يبقى ده بقى انا بقى تريسك لكن في الاول لا في الاول لو الدبه تشقلبت ولا الهواء هي جوه القفص وأنا برا القفص ومفيش اي احتمال انها تطلع برا القفص فبالتالي كانت حازر لكن وانس دنا نطيت جوه القفص اه هنا بقى تأنتر ريسك ليه لان الدبه بقى في احتمال انها تهجم عليها وتعورني طالما في احتمال يبقى كده ريسك طيب مال ايه بقى الايشو الايشو بقى ان انت بقيت في مشكلة انت بقيت في مشكلة الدبه بقى هجمت علي فعلا الدبه قعدت تهجم فعلا بتعود فعلا بتخرب دي كده بقيت انت انتر ايشو فاذا الهازرد والريسك والإشوز it's three different things يعني تلات حاجات مختلفين تمام انبوب تربوتاجاز it's a hazard انبوب تربوتاجاز بقى فيها بقى فيها تنفيذ او تسريب بقيت ريسك كده الموضوع بدأ بقى يبقى ايه ريسكي قدر الله بقى حد فتحك الشرارة واللي بتاع راح تمسك وكده بقيت ايشو النار بقيت شغالة فهو ده الفرق بين كلمة هازرد وريسك وإيشو طيب مين اخطر ومين اوحش ومين اللي ما تتمناش تبقى فيه الاشو انا ما تتمناش ان الدب ما تيجم علي فالاحسن ان انا بقى في ريسك احسن ما يكون في ايشو والاحسن واحسن ان انا بقى في هازرد احسن ما يكون في ريسك فهو ده طريقة التفكير في علم الريسك مانجمينت ان انت بتمر بمجموعة من المراحل انت واقف هنا ما فيش حاجة لك ده ما فيش مشروع بقى يعني لو انا ولا عندي هازرد ولا ريسك ولا ايشو يبقى انت ما عندكش مشروع ما عندكش حاجة انت فاضي كده فيش حاجة هنا الحطة الفاضية دي مش موجودة يعني في علم البروجيكت مانجم تمام فانا عايز على قد ما اقدر امانج ان انا اكون اكتر في حالة الهازرد ده تمام عشان لما اخش في الريسك تمام اكون على الاقل قادر ما وصلش لمرحلة الاشو بص الفكرة ماشي ازاي هو ده اللي انا عايز اعمله في الريسك مانجمينت ان انا عايز اخطط كويس حيث لا قدر لما وصلش لمرحلة الايه اللي هي في الصورة الرقم 3 دي ان انا under attack طيب هل الكلام ده ينفع اه طبعا وينفع جدا وينفع خالص كلكم تتفرجوا على مثلا اكيد يعني او معظمكم يتفرج على برنامج اسمه بالعربي اسمه تحقيقات الكوارث الجوية جد يعني معظمكم شافوا يعني تحقيقات الكوارث الجوية ده برنامج بيجي على القناة national geographic وبيتكلم على ازاي بيعملوا التحقيقات بتاعت الطيارات اللي بتقع عشان ليه بيعملوا الكلام ده وصرفوا عليه ملايين وناس وخبرة على مستوى العالم وليها procedure وليها process وعلم وخبرة وحاجة يعني ليه ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى ان انت كان في احد الحلقات اللي اتفرجت عليها ان انت احد الخبرة بيقولك لو ما بنعملش الكلام ده كنت كل يوم بتلاقي تغير الطقع اخضر الله يعني فاذا العلم ده بيمنع كوارث بيمنع كوارث تمام ايه نفس الفكرة كده فالبروجيكت الانجير اللي بيشتغل بالريسك مانيجمينت قاعد يمنع كوارث قاعد يمنع كوارث هو بشوخة باله ما هو تماما تاقمة والناس اللي قاعدة شغالة قاعدة تفرج على الطيارات الحمد لله الطيارات تقال لنسبة يعني على مستوى يعني ما تيجي تقول كده وقع اخطر ما تلاقيش الطيارات على فكرة الطيارات مش يعني مقارنة بالقطورة والعربيات واللي تلاقي اقل طب ليه بقى ايه اللي حصل انت شو اخد بالك انت لكن وراك الكلام ده عشان يحصل ويوصل مع انها انت يعني بالنظرة اولى كده تحس ان هي حاجة خطيرة جدا انت طاير في الهاوس كده يعني لا رغم كده ان هي الحمد لله كنتائج مدية اقل نتائج في الفتالة بتاعتها وليه بقى لان وراها شغل كتير جدا فهي دي مشكلة علم او مش مشكلة علم الريسك او الحتة اللي في علم الريسك اللي فعلا عايزة نركز فيها جماعة ونبدأ نتكلم فيها مع الناس ونتكلم فيها مع الشركات وصحاب الشركات الريسك جندي خفي علم الريسك جندي خفي لو انت مش واخد بالك منه ما بتعرفش يعني انت مش عارف انت قاعد مش واخد بالك انت قاعد حد بيشتغلك جامد جدا لو بيعمل وشايل عنك بلاو وانت شو اخد بالك هو يعمل رجل ده بيعمل ايه انت خيل هو برا يعني لا هو الرجل ده بيشايل عنك بلاو اللي هو بيعمل وليس نفس الفكرة طيب فكرة فهمنا الفكرة طيب هو انا عايزة اعمل ايه بقى في علم الريسك باختصار برضو انا عايزة اعمل حاجة اسمها عايزة اعرف احدد المشكلة فين? الخطر فين? عايزة بقى عارف ان الدبة دي خطيرة. يعني تخيل كده لو جبت الطفل صغير كده لسه مولود وحطته قدام دبة يروح يمسكها مش عارف. تحط له تعبان كبرى زي في احد الفيديوهات اللي راح يمسك مش عارف. هو فاكر انها لعبة فاكر فاذا لازم الاول يبقى عندك معرفة بالخطر. معرفة بالخطر. مش كده موضوع الهازرد ده مهم جدا. ان انت تبقى عندك لستة بالهازردز. تعرف ايه الحاجات اللي عندك اللي هي ممكن تكون مصدر للمتاعب ومصدر المشاكل الاول تعرف. يعني واحد مسلا ممكن ما تكونش عارف ان في بعض الغازات مميتة. هو يعني مش واخد باله. يعني دي راحيتها مش عارف وحشة. لكن هو مش عارف ان هو بعد شوية من شم هذا الغاز ممكن يحصل كرسة. فدي معرفة. فدي اسمها الريسك ايدنفيكيشن. اللي ممكن يحصل لي بعد شوية. اللي ممكن يحصل لمشروعي بعد شوية. فعشان كده بنعمل ايه بقى? بليبدأ نشتغل في حاجة بنسميها الريسك ريجيستر. الريسك ريجيستر. او سجل المخاطر. وبنبدأ نملة السجل ده. طبعا ده مثال تعليمي لكن الامثال الحقيقية ان شاء الله ممكن برضه باشيارها معاكم. اللي امثلة باعلن بنشتغل فيها بجد في الريسك يعني شوية. بنبدأ نتعرف او نملة المخاطر اللي ممكن نتعرض لها في المشروع. زي ايه هديك امثلة مثلا. يعني مثلا ان العمالة ممكن في المشروع ده ما تكونش كافية. وممكن تأثر علي. المطرة ممكن تمطر. البودجت بتاعي ممكن ما يكفيش. الماتيريال ممكن ما لاقيهاش. الحاجة كنت راجت يعني ممكن نقعد نقول الامثلة للصف. هل? طيب. اول حاجة نازم تعرفها ان الريسك ليه لغة. تعريف الريسك ليه لغة. يسموها الريسك ميتا لانجوج. يسموها الريسك ميتا لانجوج. ايه يا فكرة الريسك ميتا لانجوج ديت? ان لما اجي عرف الريسك ما تقوليش المطرة هتمطره. لا خالص ما تقولي ايه بقى? تقولي كالتالي. اجيب القلم كده عشان حتى دي مهمة عايزة تتكتب. المهم مش عايز يزهر الريسك ميتا لانجوج. ايه بتقولك لما تيكي تقول الريسك لازم تقوله في جملة مفيدة. الجملة دي بتتكون من ثلاث عناصر. واحد اتنين. افتكروا يا جماعة عشان الله الكلام ده يعني بتشوف حاجات غريبة جدا. في الناس اللي بتبقى متعلمك الكلام ده يعني بشكل سطحي. وتبدأ تطبقه فبيظهر نتائج وحشة جدا بتقلب الموضوع على عكسه يعني. يعني هقول لك على احد القصص يعني ان يجي حد قال لي. آآ يعني يجي حضر معايا كورس ريسك مانيجمينت. وقال لي طب بصت دلوقتي انا عايزة اقول لك على الحاجة مهمة جدا. انا دلوقتي فهمت ايه اللي حصل معايا في الشغل بتاعي في يوم الايام. قلت له ايه اللي حصل معايا. قال لي روح تخذت. آآ كورس الريسك ده قبل كده عند احد الاخوة. تمام? وطبعا اللي هو الكلام بقى النظري والكلام اللي هو ما حدش فاهم الموضوع ده بيتنفذ ازاي وابعده ايه? المهم جيه? يقول لي روح تبقى متحمس جدا الشركة بتاعتي. وبدأت اعمل الموضوع. وجبت آآ وقلت البروجيكت آآ مانيجر. انا هتطوع اعمل ان خدت كورس في الريسك وعايزة اتطبق الريسك. والراجل طبعا فريح جدا. قال له بس ما اثرش على شغل. قال له لا مش ها اثر. وبيقول لي بعد يومين جيه البروجيكت مانيجر يبص على انا عمزته كنت حتى تروحها على الحيطة كده. قاعد يقرأ فيها. راح مسكها مقطعها. وقال له مش عايزك تكلم عن موضوع الريس كده تاني. وشوف شغلة. قلت له طب عرفت ليه? قال لي لأ عرفت ليه تسعتها لأ. لكن لما حضرت معاك عرفت ليه السبب. لان الموضوع مش 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 كلام النظري ده خالص يا جماعة. ده كيه. الكلام ما تيجي تطبقه. طبعا الكلام النظري مهم بس ما تيجي تطبقه بيبقى ليه معايير تانية وليه عشان كده بقول لك انا بحاول اشرح بالطريقة البراكتكال اكتر. يعني بدأ بالنظر الكلام ده بيتنفذ ازاي? ويديك نتائج ازاي? احنا ضيعت وقت. اصدقلنا كبروجيكت مانيجرز وناش شغالين في المشاريع. ما عندناش دقيقا ضيحها. او دقيقا تبقى ويست. ولا دقيقا نعمل فيها حاجة هبل. ولا دقيقا نعمل فيها حاجات اه. كل كل مفيش انا اي حاجة ملاش تازم عمري ما هعملها. يعني اه عمري انا نفسي ليمكن. اعمل حاجات اللي انا هتجيب لي نتائج في المشروع. طيب. او انت بتعمل اول قعدة. ما تيجي تتكلم عن الريسك? وتيجي تعرف الريسك? لازم تقوله باللغة بتاعته اللي اسمها ليه عبارة عن ايه? تقولها لي بالشكل ده. تقول لي بما انه. بما انه. تمام? اللي هي بنسميها. انا خايف من اللي هو عشان هيعمل لي اللي هو الامباكت. تاني. بقى عندي تلات اجزاء في الجملة. بما انه يبقى هيحصل كده وتأثيره كده. انا اخد مثال. برضو الامس ايها اللي بتوضح. انا ما تقوليش مطرة. ما تقول لي ايه? تقول لي بما ان ان احنا داخلين على فصل الشتة. مسلا يعني. لو احنا داخلنا على فصل الشتة. فممكن النطرة تمطر. والمطر ده ممكن يبوز لي الاسمنتة او الماتيريال اللي انا مشوينها في الموقع. وبالتالي. ممكن نخسر فلوس. بص كده بقت جملة مفيدة. اه كده بقى احترمك. واحط اللي انت بتقوله ده في بتاعتي. يعني ما تقول ليش مطرة ولا تقول لي اسمنت. لا اقول لي جملة كاملة. بما انه يبقى ايه الريسك? والامباكت اللي انت خايف منه. دعني ادي مثال تاني. بما ان الفلان الفلاني اللي هو عنصر عندي في المشروع مهم جدا. حد من الناس المؤثرين عندي في المشروع. كان في الاسبوع اللي فات في انترفيو. حد طبعا مبلغني الموضوع ده. فاذا في ريسك ان الراجل ده يمشي. وبالتالي في تأثير على ان الحتة دي في المشروع تقع مني فترة جاية. بص كده ده وريسك. شفت انا اديتك ريسك حتى غريب كده عشان ريسك قد ايه ممكن يخش في حتة كده من الدهليز يعني. تمام? وهكزا بقى. بما ان بما ان في ريسك كزا في بتاعه كزا. بما ان الديزاين مش واضح يبقى في ريسك ان احنا يبقى في تغييرات كتير في المشروع وتأثير على المشروع ممكن يتأخر. بما ان نقعد بقى نحط امثلة للصبح. وطبعا لو عايزين امثلة كتيرة عن الريسك كبداية يعني ان شاء الله بداعي بتلوكو برضو. فكروني على الجروب بتاع الواتساب. اه نزل لكم اه حاجة كده كنت عاملها مع بعض الزملاء. فيها افكار كتيرة جدا تبدأ بها تكون بتاعتها. طيب. حلوة. واحنا كده فهمنا لغة الريسك. وازاي هنقعد نجمع المخاطر اللي احنا بنقابله في المشروع. طيب. بعد كده. بنبدأ لان المخاطر دي بتبقى عندي في قاعدة بيانات. فممكن المخاطر دي تبقى كتير قوي. فعايد اصنفها. دي اي حاجة. يعني لما بتروح الكارفور تلاقي في قسم الخدار وقسم الفكهة وقسم الشامبوهات. لازم تصنف عشان ما تبقاش القوطة جنب الكريم الشعر. لازم تبقى كل حاجة تصنفها عشان تعرف. بتتعامل معه. فنفس الكلام كده. فبتعمل الريسك كاتيجوري. ده مثلا كونستراكشن ريسك. زا دي زاين ريسك. ده مش يعني يعني تصنف زي ما انت عايز. دي مش صحة وغلط يعني. حط الكاتيجوريز اللي انت عايز. اه. دي بقى بلاس اور ماينس دي. دي بقى مهمة يا جماعة. للي يعني محتكش بموضوع الريسك ده قبل كده. مهمة ويعرف ان الريسك هو الانسورتينيتي. وتأثيره الامباكت بتاعه ده. مش دايما نيجاتيب. زي ما احنا يعني بيقرأ كلمة يعني خطورة يعني حاجة وحشة. الحقيقة هي متتقراش كده في علم المانيجمنت. هي تتقرأ على انها تحتمل ان هي تبقى خطورة او منفعة. منفعة شوف يعني كلمة ريسك ممكن تجلب منفعة. بيسموها opportunity. ولما بتجلب خطورة بيسموها threat. تهديد threat. يعني انا خايف انا متهدد ان المطرة تنزل تي بوازلي الاسمنت. انا متهدد ان التكلفة تزيد وما يبقاش معي فلوس وخش في مشاكل مع التمويل. فدي كده threat. لكن احيانا بتبقى opportunities. ايه ده يعني ايه طب ادينا مثال كده وقديك مثال. هقول لك بما ان بما ان اسعار الخامات نزلت في السوق في deflation وفي حاجة اسمها inflation زي ما انتم عارفين اطلقوا في عكسها الانكماش بيسموها الانكماش. بما ان مثلا يعني انا بدي طبعا امثلة مش هي لهم يعني. بما ان في deflation او في انكماش بحاصل في السوق فمتوقع ان سعر الحديد ينزل. وبالتالي التكلفة بتاعتي هتقل. وبالتالي ارباحي هتزيد. ايه ده? ده uncertainty لو حصلت هكسة باكتر. ما شاء الله يبقى كده دي opportunity. بس بتتحط في risk register بتاعتي. بتتحط في risk register. يبقى انت risk register بيحتوي على اي uncertainty. تمام? ايا كان الامباكت بتاعها positive او negative. طيب. عندي برضو حاجة مهمة جدا في risk register اسمها الobjective. ايه الobjective? الريسك لما بيحصل ان شاء الله لما بقى يعني اواريكو بقى ال risk register الحقيقية بيضرب في حاجات معينة. دي اللي بسميها الobjective. يعني مثلا الريسك بيضرب في الكوز. ما هو الريسك انت خايف منه ليه? عشان هيزيد التكلفة بتاعتي. الprofit اللي انا متوقعت اطلعه من المشروع هيقل. يبقى ده انت objective risk ان هيضرب لي التكلفة. ممكن يضرب لي الوقت. هتأخر. وبالتالي ممكن اتعرض لمشاكل او آآ غرامة تأخير. ممكن يأثر لي بتاعت المشروعة. ممكن يضرب لي الريسك ده لو حصل مش هعرف افتح الشباك في المنطقة دي. لان خلاص المنطقة دي مش تبقى يعني فريسك ان ممكن يأثر لي على ان في بعض اجزاء المشروع مش تنتعي تتنفذ لو الريسك ده حصل. تمام? الريسك ده لو حصل ممكن يأثر على الصمعة بتاعتي. وهكذا. فاذا. وانت بتدرس الريسك? وانت بتدرس الريسك? لازم تبدأ تدرس معاه هو هيخبط في ايه? هو هيخبط في ايه? طيب. الحاجات الجميلة قوي في علم الريسك واللي كتير قوي ما بيبصوش عليها اصلا مع انها يمكن هي حجر الزاوية في تعامل مع الموضوع ده بشكل احترافي. حاجة بنسميها المؤشرات. مؤشرات حدوط الحدث. انا بشايف ان موضوع ده يعني حاجة كده زي رحمة من ربنا يعني ان انت دايما الريسك قبل ما بيحصل فعليا بقى الحاجة اللي انت خيات منها دي قبل ما فعلا بتتحقق بيبقى ليها مجموعة من عشان تنبهك لقرب حدوث الحدث. يعني مثلا لما تيجي تشوف المسال السهل قوي لما تيجي تشوف بيت بيقع. غالبا غالبا البيوت اللي تقع نادرا او لما تلاقي بيت وقع وفي ناس صح? ليه? لان سبحان الله لما البيت بيجي يقع او قبل ما بيقع بيبدأ يديك مؤشرات يبدأ يحصل شروخ عميقة في البيت يبدأ يحصل فيبدأ التريجلز استحصل فتدي مؤشر على كرب حدوث الحدث فتبدأ الناس تاخد بالها ان في حاجة هتحصل. المطر لما بيجي ينزل المطر غالبا بتلاقي شوية غيوم في السماء برق ورعد فتعريان هرابد النطر هتمطر وتروح بقى تلمي الغسيل عشان ما يبقى ده طيب التريجلز ديت طبعا انا بدي امثلة اللي هي امثلة واضحة وكلنا عارفين لكي في امثلة بقى عايزة ناس عندها خبرات كبيرة جدا لان بصراحة لما بتحدد تريجلز فعلا بتخلي علم الريسك ليه معنى يعني انا بصراحة بشوف علم الريسك ليس له معنى قوي وبيبقى فعلا ماسخ يعني زي بقوله كده علم ماسخ والريسك بتاعتك بحس ان هي يعني عارف انت بقول لك حاجة صبيانية حاجة مش مش احترق لا التريجلز بتدي باليو لان انا مش عايزك تيجي هقول لك مثال جميلة عشان تعرف هكمل بس الجملة مش عايزك تيجي مسلا يكون انت حادت كوباية الشاي قدامك عالترابيزة وبعدين تروح مدخلها اكتر في نص الترابيزة واحد يقول لك انت عملت كده ليه اه لحسن يا عمك هتقع والحقتها والناس يتحكي عليك يا عمك هتقع على حاجة ما كانت ما فلا احنا مش عايزين كده فهتديك مثال ظريف قوي كده بحكيه عمل ريسك مانجمينت كانتش عنده خبرة عمل ريسك مانجمينت الاول مرة فحط ريسك اللي هو ريسك اللي قلناه من شوية ده قال لك بما قال ان احنا داخلين في شهر الشتاء اذا النطرة ممكن تمطر اذا الاسمانت ممكن يبوز وبالتالي في ريسك طب احنا بنعمل ريسك ليه يا جماعة لان بعد شوية انا هبدأ اعمل حاجة اسمها البوتينشيال ريسبونسز اللي هي اخر حاجة بتاعت البوتينشيال ريسبونسز ايه البوتينشيال ريسبونسز انا هعمل ايه يعني طب ماشي حددت وماليت الجدول ده وعطلت الناس وقعدنا نكتب ايه وكلام ده بتعمل ايه ايوة عشان هعمل ايه هعمل ايه دلوقتي فبنحط البوتينشيال ريسبونسز وخلي بالك ريسبونسز دي سعب تبقى مكلفة قوي زي المسال اللي هشرحه دلوقتي فالراجل بعد ما حطت الريسك بتاع المطر والاسمانت هيبوز قالك طيب وبعدين يا جماعة يلا بقى ايه عشان نبدأ نتعامل مع الريسك ده ونعمل حاجة بنسميها ريسك ريسبونس والريسك متيجيشن والريسك افويدنس نحن نقتر الريسك يعني الريسك ده حاجة خطر عايزة مويته بقى هعمل ايه في الحالة تاعت المطر دي واحد يقولك يا عم سهلة هنبني مظلة حاضر يالله يا جماعة ابنه مظلة فالراجل خد من الميزانية تاعت المشروع ما كانش فيه اصلا انهما يبنوا مظلة فاخد فلوس من الميزانية وبنى مظلة عشان يخب فيها الاسمانت بنى المظلة تكلفت لها عشر تلاف دولار مثلا يعني وخبها الاسمانت فيها ديه المشروع خلص او المشروع الاسمانت استخدمناه والمطرة ما انا اغطرتش جوه من ناس مسكوه بقى يقطموا فيه يا عم قلنا لك خلتنا نصرف عشر تلاف دولار على الفاضي يا عم ما قلناه يا عم رزك ايه اللي انت جاي تقول عليه والراجل يعيني كان هيولع في نفسه طيب ايه الراجل ده في مشروع اللي بعد كده هو بيعمل برضو قاعد يعمل رزك ما انا قاعد يقول احنا برضو داخلين مشروع اللي بعده برضو كان داخل على حظه في فصل الشتة قال لك بما انا تخليها على فصل الشتة مطر هتمطر ايه مش عادي اسمانتها يبوز جيه بقى يكتب قال لك لا انا عبيط مرة اللي فاتت تبهدل لا يا عم ولا مظلة ولا بتاع مش هعمل حاجة فقرر ان هو مش هيعمل حاجة تمام زي معظم الناس ما بتعملش فبالتالي ما بتعملش اكشن ما هو ما عملش فاذا بالتالي مش هاخد اكشن يعني جيه بقى على حظه الجميل راحت النطرة بمطرة راحوا مسكينه تاني يا عم شفت بواسطلنا البداية ايه ما خدتش بلك ليه هو انت مش عارف ان احنا داخلنا على فصل الشتة الراجل كان بقى هيتجنن الله يا جماعة هو انا ولا كده عاجب ولا كده عاجب انا ايه المشكلة اللي عندي هقول لك بقى ايه المشكلة اللي عنده الراجل ده شوف الراجل ده عنده مشكلة فعلا في الناحيتين عنده مشكلة ايه يا المشكلة بتاعته انه هو ما بدأش يعمل او يهتم بالتريجرز بعلم المؤشرات تمام ايه هو بقى علم المؤشرات علم المؤشرات ده اللي بيخليني وانا بدرس الريس بحط الاكشنز بتاعتي وبحط لها التوقيت المناسب مع حدوث التريجرز بص بقى الجملة ازاي يبقى زي ما كده كانت امهاتنا زمان تلاقيها كده شافت التريجر شافت الغيوم وش يجري تروح ايه لما الغسيل لكن في العادي ما بتلمش الغسيل طولش ما يمكن تمطره تمام فاذا طول ما انت عارف ان في هترقبها طول ما انت نشر الغسيل بترقب بتاعتك واول ما تحس بالتريجرز تبدأ بتاخد الاكشن وبالتالي المطرة كده كده هتمطر ما انت شفت الغيوم فيبقى انت بتاخد الاكشن الصح عمر ما حد هيلومك بقى تمام متخلين فكرة عشان كده يا جماعة علم التريجرز ده علم علم مهم تمام هديك مثال ظريف اوه في موضوع التريجرز ده وهديك ادي ايه علم الرزك ده والعلوم دي والله يا جماعة الكلام التائل بدها ده كنا في احد الشركات زمان يعني ف واقفين كده في المكتب بنبص من الشباك لقينا العربيات بتاعت مجلس ادارة في الشركة العربية طبعا مميزة هندوق ما شاء الله عربية مميزة اويا فلاقينا العربات المميزة بتاعت المجلس ادارة دي كلها متجماعة تحت المبنى فبقول لواحد زميل يعني فقول له يا عالي تعالى بص قال لي ايه تعالى بتاعت المجلس ادارة كلها موجودة قال لي يا عام خليهم متسلوا الكلمة المشهورة ايه فطبعا ده مش فاهم يعني ايه ريس كمان اي من ضمن العلوم بتاعت اي اي حاجة غريبة بتحصل هي مؤشر فروح تجايب عالي عالي ده مؤشر قال لي يعني مؤشر ايه وهنعمل ليه واحنا ما قواء لا تعالى بقى هقول لك بقى هقول لك يعني ايه معلومة زي كده لما انت تكون فاهم ممكن بقى انت دلوقتي عرفت ان في يعني عرفت ان في يعني عرفت في حاجة هتحصل طب يا عام وبعضين ايواء بعدين دي بقى اللي انا عايزها منك ان ان انت تبدأ تعمل وهو ده يا جماعة اللي فعلا ده بقول لك والله كلام عملي كلام ده انا بقول لك عليه ستنفزناه حك ترا جدا واثرا حك ترا جدا وفرق وغير الموازين في حاجات كتيرة جدا انتجاهات اللي بقى العربية دخلش مال لا دخلت يمين سبحان الله كده مجرد فهمك لعلم ده طيب فتقول لك ده في الناس دي ما تجتمعش النهاردة اجتمعها الربع سنوي بيبقى يوم كزا كونهم موجودين النهاردة كده بالشكل ده في حاجة طب قال لي وبعدين يعني بتقول لك يبقى نعرف الحاجة وبعد ما عرفنا الحاجة نبدأ ناخد اكشن في الحاجة دي له وهتأثر علينا بالاجاب او بالسلم وهو ده علم تمام مش عايز برضه اطور في القصة دي بس يعني ممكن بعضكم يبقى تخيل ايه اللي انا عايز اقول له فمهمة قوي وانت بتحط بتاعتك بتاعتك بتتم لها تحط لان هي هي دي اللي هتراقبها وهي دي اللي هتاخد المناسب في الوقت المناسب معها حلو طيب الريسك في بعد كده المصطلحات تعني اتكلم برضو انا الريسك اللي بتعامل مع الريسك بيبقى ليه مسمى ففيه مسمى اسمه الريسك سيكر وفيه مسمى اسمه ريسك نيوترل وفيه مسمى اسمه الريسك سيكر هم الاشخاص او المؤسسات اللي بطبيعتهم بص بطبيعتهم بي نيتشر بطبيعتهم بتوع مخاطر بطبيعتهم يعني انت مخاطر بطبيعتك اما النيوترل بيطلق على الاشخاص انه هم يعني متوازنين اما الريسك افرس الريسك افرس وساعد بيسموهم الادفرس الادفرس او الادفرس هم اللي هم بيحبوش ياخدوا الريسك انه ما بيحبوش ياخدوا الريسك خالص الريسك افرس طيب لما اقول لك مثلا ان انا عندي واحد صديقي شغال في الشركة او شغال في الحكومة بياخد مرتب زهيد جدا على طول كده من غير ما يعني انت متعرفوش خالص تقول لي اه ده هو ده ريسك افرس ده اكيد هو مقابل بالمرتب الصغير ده عشان هو مش عايز ياخد اي مخاطر في ان هو يشتغل في شركة خاصة بقى ويتفنش ومش فبتعرف الناس من الاكشن بتاعهم هم سيكرز ولا نيوترل ولا افرس طبعا افضل كاراكتر اللي لازم توزن نفسك عليه هو نيوترل ان انت ولا تر تر ولا هو ولا انت تكون سيكر ولا تكون افرس خليك دايما في النص متوازن كده عشان تعرف تعمل مع الريسك صح تمام لان النيتشر بتاعت الستيكولدر هتأثر في البزنس للأسف النيتشر بص طبيعته مش احترافيته لا اذا هو طبيعته هتأثر فالطبيعة دي لو معرفتش تغيرها او عرفتش تتعامل معها هتعمل لك مشكلة في البزنس وبالتالي حاول يعني الناس بقى اللي بحاول تغير في الكاراكتر بتاعها بنحاول نقول لهم لا ازبط نفسك تبقى نيوترل ولا تبقى سيكر ولا تبقى طيب لما يجي بقى اعمل ريسك مانجمينت ومالية الريسك ريجستر بتاعتي حلو؟ انا ايه الخطوة اللي بعديها؟ الخطوة اللي بعديها ان انا ببدأ احط بقى البوتينشيال ريسبونسوس دي بتاعتي البوتينشيال ريسبونسوس دي واخر حتة هتكلم عنها النهاردة بعدين نبدأ ناخد الاسئلة البوتينشيال ريسبونسوس بتاعتي متقسمة لمجموعة من الكاتيجوريز المجموعة من الكاتيجوريز لو انت الريسبونس بتاعك هيقتل الريسك مش هيخليه موجود بنسميها افويدنس بنسميها ريسك افويدنس يعني انت ناوي تعمل حاجة تخلي الريسك ده غير موجود اديك مثال مسلا لو انا عندي مشروع المشروع بتاعي فيه اسمنت والاسمنت ده المطر هتنزل تبوازه فلو انت بدأت تجيب مظلة وتعملها ونزل المطر ايه اللي يحسبه لحاجة الاسمنت متحافظ عليه مية في المية يبقى انت كده بتعمل حاجة اسمها ريسك افويدنس لكن ممكن تاخد اكشن من نوع تاني بيسموه الريسك متيجيشن الريسك متيجيشن بتبدأ تخفف تخفف تأثير الريسك او احتمال حدوثه وبالتالي بيسموها ريسك متيجيشن زي مثلا انها مش المظلة غالية انا هجيب مش عمع واغطي بيه الاسمنت واغطي بيه الاسمنت يبقى انت كده بتعمل ريسك متيجيشن وفيه نوع بنسميه ريسك ترانسفير تعمله تحويل على حد تاني هو اللي تشيل تأثيره زي مثلا ان انت تعمل تأمين او بوليس التأمين على الحاجة اللي فيها خطورة زي مثلا عندك عربية خايف لا قدر الله يحصل حدثة ولسه انت جايبها جديدة فبتروح تعمله تأمين شامل فالتأمين الشامل ده نوع من انواع الريسك ترانسفيرنس ان انت تنقل الريسك لحد تاني عندك مشروع والمشروع ده هيتركب بيه فساد او جليزنج او وجهات من نوع صعب ونوع محتاج مهارة معينة وانت لو التيم بتاعك هو اللي ركب الفساد ده ممكن يبقى عندك مشكلة فبتروح تجيب مقاول متخصص يعمل لك الوجهات دي وانت تحسبه عليها فده كده اسمه الريسك ترانسفيرنس فده نوع من انواع التعامل مع الريسك او فيه نوع تاني اسمه الريسك اكسيبتنس ان انت بتعمل ولا حاجة مش عامل حال خالص اللي هو بقى سيبها زي ما يحصل يحصل وزي ما تيجي تيجي وكلام ايه تمام هتقولك ايه ده احنا مريدرس كل الكلام ده عشان تيجي في الاخر تقولي زي ما تيجي تيجي من احنا كنا تعبنين ليه لا ما هو هنا بقى لو انت يعني اخترت ان انت تاخد الاكشن ده اللي هو اكسيبتنس هتعمل حاجة بس مختلفة على الناس اللي بيقولك زي ما تيجي تيجي ان انت بيقولك اذا كنت تستطيع الريسك يجب ان تستطيع الريسك وبالتالي هبدأ اجمع المخاطر ديت واعمل لها حاجة اسمها هحولها الارقام طبعا ده ليه علم ان هو ازاي نعمل الريسك ونحوله الارقام لفلوس ووقت وكلام من ده وبعدين نحطها على المشروع فهيئة ايه بقى عارف انت المريض لما تعمل صباعة الكفتة هي نفس الفكرة كده هنا بتحول بقى الحاجات ديه ليه حاجة بنسميها الكنتنجنسي وتبدأ تحطها على المشروع يبقى انت عندك ريسك الريسك ده هتعمل اكسيبتنس ليه وبالتالي هتبدأ تقولي الريسك الاكسيبتنس ده هيبقى يأثر عليها بايه وهتاخد التأثير ده تحطه على المشروع في صورة في صورة ايه في صورة حاجة بنسميها كونتنجنسي ريزيرف كونتنجنسي ريزيرف او احتياطي اللي احتاج ده الحطوط ليه عشان يغطي الريسك انا مش يا عم ما يحصل انا معي الحمدلله وخير ربنا كتير فما تقلقش هتبوز الاسمنت هتفعلك المشروع يتأخر يومين انا عامل حساب واكسا فده كده بنسموه الكنتنجنسي ريزيرف بس طبعا مش بتعمل كده باللأ دليل علم زي ما اتفقنا وليه طريقة حساب وليه معدلات عشان يقدر يتحصل حاجات سهلة كلها بس يعني بيها طريقة لحسابها تمام؟ فإن شاء الله هقف عند النقطة ديت واتمنى ان شاء الله يكون في التوكو بمعلومات عملت عملت اد فاليو لحضراتكو يعني كلكم وزي ما اتفقنا كلنا ان ده مجرد بس انترودكشن يا جماعة حاولت افتح فيها شوية حاجات وفتح فيها بس العيون على اهمية علم المانيجمينت مهانت تابعه مهانت تابعه فاتنيل بقى المهندس عمر يبدأ بقى يدير موضوع الاسئلة ان شاء الله والأوجود جزاكم الله كله خير وشان السور يدى على الشرح الممتع وقال شكرا حضرتك اللي عنده ايه سؤال بس يا مراش هند عشان ايه نفضل اسئلها معانون سوريد اه اصدر اه صوتي واضح كده اه اصدر اه اصدر اه وشكرا جدا ان اولي باش نسع المحاضرة دي انا طالب بس انا فعلا استفدت من كل حاجة حضرتك قلتها وكاتب كل حاجة حضرتك قلتها عشان تفيدني بعد كده الله يخليك شكرا يعني ما اقول ان انا مثلا ديزاينر انا كده ماشي في التكنيكال تراك لما اقول لك ان انا مثلا بتاع كل ده تكنيكال تراك لكن المانيجمنت تراك واحد خلاص فلما بجي اتكلم على البرمجة بتكلم على الاي اي بتكلم على الكلام ده كله تكنيكال تراك تمام ملوشش علاقة يعني ده انت بتطور نفسك بيطربتوا ببعض فين بقى في بعض الاجزات اللي هي حاجات تطبط بعضها زي مثلا الوتوميشن لما تيجي تعمل الوتوميشن اكيد طبعا لو انت بتشتغل في البرمجة هتستفيد جدا في عمل او في ادارة شغل الوتوميشن لما تيجي مثلا تعمل منهجية والمنهجية دي تبدأ تطورها بمجموعة من السوفتويرز وبمجموعة برامج وطبعا هنا بيبدأ بقى يخش البرامج كلها بتتحمل ان انت تعمل لها اعادة برمجة واعادة تطوير برامج الكاد برامج البريمافيرا فطبعا هتفيدك في النقطة دي لكن في الاخر المانيجمنت تراك يعني علم لتولز وادواته وحاجاته والادوات دي بقى ممكن تستفيد بها زي ما اتفقنا بالحاجات التكنيكال دي ممكن مثلا تعمل بالAI اداة تساعدنا في عمل يعني حاجة في المانيجمنت تول لياس البروجرس مثلا بطريقة مور سمارت رواكس تمام مش شكرا جدا عفوان بشاند السكان بشاند السكان او بشاند السلاب السلام عليكم عليكم السلام بشاند السلام زاكر شونس عمر عرفني جديد الخير على اللي انت عم معنا الشهر لكله بصراحة حاجة رائعة الله يكرا ودكتور وليد بصراحة او جست وفتحت عندنا مواضيع كثير جدا جدا ربنا يا جديد الخير وان شاء الله نستنين الماضيين منهم بجد اكيد ان شاء الله انا عرب بص السؤالين كنت اعيز يسأل حاجتك بتصل لالفور دي والفائتين دلوقتي بدأ يشتغل من طريقة يعني بدأ يخش عندنا في مصر في شرق الاوصى وفي شرق العام يعني بيطلب كتير من كذا اونر ومن كذا كونسولتون يجي يشتغل معنا انا عايز بس لحركة تدينا التراكس اللي انطلع بيها 4D منتظم بيمث المشروع والنهو بتاع الـ update بتاعه يعني انا اشتغلت لحد المطلعة الموديل وسلمته بس بس مع مجيلة مع انطلعة الـ update وبدأت تحصل مشاكل ولغبطة فلو حركة تدينا بس النهو بتاع الـ update وازاي نطلع 4D و 5D بشكل مناسب للمشروع طيب بص ده ده عشان اتكلم عنه باختصار هيبقى بصراحة يعني مش هعرف عن مثلا دايما يعني انا محترف في حتة ان انا اختصر حاجة في جملتين ثلاثة حتة دي بال انت زنقتيني فيها دي لا دي عايزة عايزة فخليني كده ارتب لكو ان شاء الله فيها يعني دي محاضرة كده ونعملها ان شاء الله هتبقى مع Prince 2 مثلا حيات الموارفاتت؟ ممكن ان شاء الله دي عايزة محاضرة مش حتى اتباعتي يعني دي عايزة محاضرة كده ارتب لها حس بقى الكلام كده منظم ومرتب والناس تستفيد منه يعني بلحد المحاضرة فيها اي حاجة بيتركومنت لها ان احنا نبص فيها انا بشتغل بيكو والله ايه خليني 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 طب ابعتلي على الخاص وان شاء الله ابعتلك حاجة كده ولو عالجروب حتى مفيش مشكلة ابعتلكو سلام عليكم يزاك الله خير رب شكرا السلام عليكم باش مواندس السلام عليكم باش مواندس دائما يعني شرفنا منوارنا في كل مكان ربنا يزيدك يا رب نبارك فما معرفش اسوال بتاع ممكن يكون بيت عن المحاضرة بس يعني تحت بند الريزك لانه طبعا فيه مشروع معي معين بقى له اكتر من سنة وحكم ان انت طبعا اكيد بتعمل كلمز وبتعمل بينما بين الشركات وكده كده يعني الخبرة موجودة مع شعاتك طبعا ملخصة بسرعة كده طبعا كان المشروع اللي معي معين وكم فيديك والأمور دي كلها تمام فالمشروعات دب اضنضم وفيزيس كتير وفارييشن كتير فيه بارييشن تمت بـ بـ وفيه بارييشن تمت وبعد ما خلصت المشروع وسلمته طبعا لانه كان برايفيت ماش حكومة اعتبر مشروعه ميجا برويجكت كبير يعني تعدى الملايين ملايين يعني الشروعيا بس الكلينت ما شاء الله علي ربنا اهدين لنا فقاللي حصل ان الكمية كبيرة من الـ يعني تتعدى مثلا حوالي تسعة عشرة مليون. الباقي اللي خوالي تلاتين ناربعين مليون اتوفق عليهم وكان بيجي وكله وكل مطلوبة عشان تبقى بتاعتك مفيش مشكلة. طبعا دلوقتي المشروع دخل في قضية. انت عندك الشركة اللي انا شغال فيها حالين مسلا وعلى سبيل مسلا معهم. فدلوقتي يعني انت ماشي خلصت الشغل وخلصت وسلمت المشروع. ايه للوقتي اللي يثبت ان انت عملت ده وما خدتوش فلوس تحد دلوقتي. تاني حاجة ان في جزء من دوت توافق عليه جوه الفواتير المستخلصات. اه. مطلعش بيها يعني يتوافق عليه والمالك موافق عليه والاستشياري وكل البرتس كلها موافق عليه مفيش مشكلة. تمام. وفي جزء تاني رفض يوافق عليه خالص لا انا ده مرفوض. تمام. ومطلع مطلع بكل يعني اعمل الشغل ده بكست في بعدين وطايم مفيش يعني كست وطايم مفيش. وكل كل كلها بالبي ما هي بالطرق دي. اه. قصبة كبيرة. يبانا عندي ثلاث كسات. كسة اولانية. يعني كان بيطلع كل الليترز كلها اعمل دوت ويديني بتاع البريشن. تمام. واشتغل وقدم لكست بعدين. حتى مبارسوا دي حاجات وورد وركب. تمام. وقدم له ويوافق يبدي كسة الاولانية. تمام. ويطلع الليتر مطافق ليها الموافق بتاعك ومفيش طايم. نحنا ايه كان اللي يهمنا الفلوس مش مهم من طايم. تمام. يجي على الكسة التانية اه مطلع اللي هو بتاع البريشن. وينزل في فطورة المستخلص. وما يدينيش بيلتر. تمام. عبانا اثبت ازاي قدام البنك وقدام القاضي. الكيس التالتة انه طلع به ماي ورفض لي الفريشن ده بعد اما خلص وتسلم وتورد وشافوا بعنيه. كل نفس شايفها. انت رأيه كيف. تمام. تمام. اه اول حاجة طبعا اللي حراك بتقوله ده يعني عايز برضو عايز 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 شغل سبعين ثلاثة عجلنا نقدر نعمله كيس يعني بس اه خلينا بس اقول كم نقطة كده اللي هو في الوقت المتاح عشان الاسئلة. عايز اقول حاجة مهمة جدا يا جماعة في موضوع الكليمز والكونتراكس والحاجات ده يعني اوليك حاجات صغيرة قوي كده بس هتفتح لك نقطتين عندك كمان. لما نيجي نتكلم عالكليمز الكليمز ليها تلات انواع او بتصنف احد التصليفات ببعض تلات انواع. حاجة بيسموها الكونتراكشوال كليمز وحاجة اسمها الاكسرا كونتراكشوال كليمز وحاجة اسمها الاكسراكشوال كليمز. الاكسراكشوال كليمز لما انا يكون عندي مطالبة لها اا يعني مرجعية تعقدية. بقول لك طبقا للبند رقم كزا كلوز رقم كزا في العقد ده انا ليه الحق ده تمام? والاكسرا كونتراكشوال كليمز اللي هي بتبقى مش موجود في العقد بس ليه حق بيها بالقانون اللي هو اكسرا كونتراكشوال اللي هي مبادئ فوق القرار. يعني فوق العقد في قانون اللي بيحكم العقود نفسها في البلد اللي انا شغال فيها. فده بيسمها واحيانا بيبقى البيزيز بتاعت الكلم ولا هي دي ولا هي دي. وبتيجي من اللوجيك ومن التعاطف ومن العرف ومن شوية حاجات كده بنبني عليها الكلم وبنحط المرجعات بتاعتها. طيب. اللي عايز اقوله ايه? ان القانون بقى حتة اللي انا جاي عليها اللي هي حتة القانون رقمتين دي دي. بصراحة معظم الكلمز اللي بديلنا. بنعملها اا لان هي لو هي straight forward contract او اللي هي contractual claims غالبا محدش بيلجأ لنا يعني ما هو الناس بتاعها بتعملها. لكن هي اللي فعت القانون دي اللي بقى فيها شوية لعبة وشوية شغلية. فعايز اقولك على حاجة ان القانون مليان حاجات تفيدك جدا جدا في موضوع الكلم زي ايه? زي المسألة اللي هاد رابوا بقى دلوقتي. المقدمة دي عشان المسألة ده. مسلا لما نيجي نقول تعريف كلمة العقد. ده خيال تعريف كلمة العقد دي اللي اللي وريك دلوقتي ان معظمنا مش عارف معناها بالشكل الصح يعني قانونا. دي ممكن تتوديك في داية او ممكن تزبط لك الكلم بتاعك او ممكن ازاي. يعني ما قل لك في القانون ايه العقد ايه معناه? اا او انت بما قل لك يعني ايه عقد? قل لي عقد ده اللي هو اللي بنوع نكتب فيه احنا هنعمل ايه ونمضينا وانت وكلام ده. العقد ده جماعة ليه شروط في القانون اللي هو فوق العقد نفسه اللي هي القانون. ااا القانون بقى الدولي القانون المصري القانون الانجليزي اي قانون في العالم هتلاقي فيه تعريف العقد. ويقول لك انت عشان العقد ده يكون valid او void لازم يتحقق الشروط الفلانية تخيل بي مكتوب في القانون الكلام ده. فمثلا مثلا مسع سبيل المثال يعني في معظم القوانين اللي في العالم ان انت بيقول لك ايه يقول لك عشان العقد يكون valid يكون ااا ملزم قانونيا وهي ده السبب اصلا ان احنا نعمل عقود عشان تبقى ملزمة قانونيا عشان انا لما بيحصل مشكلة لازم اروح المحكمة والمحكمة دي هتبدأ بقوة القانون توقف معي بقى اشوف بتشوف الشرطة وتقبلك حق ليه يعني هو صاحبك لا هو بيعمل لك كلام ده عشان انت معاك عندك ايه القوة القانون بتاع القوة دي هتاخدها ازاي? هتاخدها لما يكون العقد فالد فلو انت عندك عقد باطل مش تاخدها. طب ازاي يكون العقد فالد ومش فويد ومش باطل مش فويد شروط. زي مسلا ايه? يقول لك ان العقد لازم يحصل في حاجة اسمها ايجاب وقبول ايجاب وقبول تمام? بص بقى الحتة الجاية دي يقول لك ان الايجاب والقبول ده لو لو انت بتسأل اي حد فيه يقول لك اه ايجاب والقبول ده بيبان ازاي? ان احب نقعد نمسك العقد ونمضي عليه ونبسم ونختم. قال لك لا ده انت مجرد ان يحصل الاجاب والقبول باي شكل وباي وسيلة وباي وسيلة حصل التعاقد وحصل الاجاب والقبول. ايه ده يعني انا لو انا قلت كده وانا ماشي في الشارع للراجل الكلام كده ويبقى ده عقد اه يبقى طب ليه ما بيعملش كده بقى لو بنقعد نختم ونبسم ونعمل الكلام ده كله? ببساطة عشان الناس بتكذب. بس والله يا ما ما شايفيش حاجة تانية. عشان الناس وقت الزهان اه هتكذب. وهتقول لا ما قلتش. ولأ وانت فهمتني غلط. وانت عشان ما نخشش في كلام ده بنقعد نبسم ونختم وكلام. فاذا لو انت قدرت تثبت باي شكل الفطورة بان الكلام ده حصل. ده حصل التعاقد. مش لازم تقول ان كان فيه عقد وكان انتفقنا. لا اي حاجة تثبت هي كده بتبدأ تثبت قدام القانون انه حصل التعاقد وبتعملها بيه. فدي شوية شروطي. مثلا مين اللي بيمضي العقد. دي برضو ممكن تخلي العقد او العقد يكون فيه illegal terms and conditions. دي بتخليه باطل. يعني ان انت نتفق على حاجة في العقد. الحاجة دي مخالفة للقانون ومخالفة للأعراف. دي برضو ان العقد يبقى اللي بيمضي عليه minors وهكذا. ففيه حاجات كتيرة جدا في القانون ممكن تستخدمها في. انا مش عايز اعود بس ان وقت يا جماعة الموضوع ده جميل جدا وبحب اشرحه جدا. بس هياخد هياخد لأسف وقت كبير جدا في النقاش. دي عندي امثلة كتيرة كده جدا وحاجات كتيرة في العقود. يعني دوروا على حاجة مثلا اسمها ايه? اسمها فراء بلا سبب. دوروا عليها كده وهدعولي بقى. دي مثلا حاجة في القانون ممكن تخلي الناس كتيرة جدا تكتشف ان ليها حقوق كتيرة جدا في المشاريع وما كتشوف ده بلا ان هي ممكن تخدها بسبب هذا البند في القانون اسمه اثراء بلا سبب. وهكذا. فان شاء الله يعني لو كلمني على الخاص وممكن نشوف يعني النقطة دي بالتفصيل الموضوع فهنا هياخد وقت كبير جدا. بس اذنك ماندس عمر بس اميل بتاع البش ماندس بعد اذنك. لا حضر. لا حضر يا بعتك حضر. الله يبارك في عمرك ربك ازاك الدكتور ايد. بارك بساعدك. انا اميل لي عادي انا اميل لي يا جماعة اللي كلكم وليد 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 بس عمر يعني طالما المواضية بتفيد الجميع. ما يجراش حاجة كلها انا اكيد هتمر عليكم مشاهدة. اكيد اكيد. جزاك الله في خير. شكرا ماندس عمر. الله جميل شانس. بشانس بصفة? السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. ازاك يا باشماندس عمر. كل سلام حضركم طيبين. صح والسلام. بس عايز اسألك بالنسبة لعلم ادارة المشروعات. ازاي يفيد مهندس يعني اللي هو الكارزمة بتاعته نفسها مش مؤهلة انه هو يكون مثلا اه شخصية ادارية. يعني مثلا المهندس اللي هو المتردد المهندس القلوق المهندس اللي زي ما هرها قلت يعني مش عايز يخاطر كده يعني. ازاي علم الادارة يفيده في الشخصية بتاعته. او هو مثلا شخص اه مش عايز اصلا يتحمل مسؤولية بيخاف من يتحمل مسؤولية. ازاي العلم داي فيه دو يعني. تمام. ممتاز السؤال ده. يعني بص احنا عايزين بس نتفق على حاجة ان بدأوا من فترة كبيرة يفرقوا ما بين المانجمنت والليدرشيب. تمام? ففي الحقيقة انت عشان تبقى مانجر ناجح لازم يكون عندك سكيلز قوية. والليدرشيب دي يعني لها تدريبات عالية جدا. احنا لما يعني اول مرة اخد كورسات مكسفة في الليدرشيب بقى مش المانجمنت. كانت من جهة امريكية اسمها سيمول كوربريشن دي من اعلى الجهات في العالم اللي بتدرس ليدرشيب. فكانوا بيعملونا الاول اختبارات. ومن خلال الاختبار ده بيقول لك انت فين في منحنة ليدرشيب. تمام? وبدأ يقولوا البعض الناس فينا انتو يعني معلش كده انتو ما تتحولوش انتو بعيد قوي. تمام? على الكيرف. اه وانت اه قريب جدا. وانت هتحتاج مجود قد كده. تمام? فالليدرشيب محتاجة فعلا سكيلز. بس سواء ليدرشيب او مانجمنت ده مزبط يعني ان انت بس طبعا بيختلف من حد لحد. ان هو ممكن بالعلم وممكن بالتدريب وممكن مع ناس مدربة يعملو لك علاج لحاجات كتيرة جدا وبالتالي الكلام ده مكنش يدرس يعني هو ملوش حل مكنش في حد يديك ليدرشيب سكيلز ما يديك ليه مانا مش. لا. فهم اثبتوا ان القائد طبعا في قائد يولد قائد دي حقيقة دي فاكت فعلا. بس مش كل القادة بطولة قادة. لا في ممكن واحد ما يبقاش بيبقى مولود بعيد اوى على انه يبقى قائد ويتعلم. في ناس بتعلم بسهولة. في ناس تعلم بصعوبة. في ناس اقرب. في ناس ابعد. في ناس الكارزمة بتاعتهم الشخصية. في صفاتهم الشخصية بتساعدهم اكتر. واحد صوت اطخين. واحد صوت رفيع. واحد طويل. واحد قصائق. الكلام ده كلها يفرق اكيد. واحد غاني واحد. حاجات كتيرة هتأثر في الكارزمة بتاعتك. تمام? اه بس الحاجات دي كلها بتتعالج لو لو في ارادة من الشخص. وفي اه حد بيشغال بقى عليه. شغال معاه وشغال عليه. بيحاول يطوره. فطبعا علم الادارة بيبدأ يصلح كتير في الكاراكترز دي. يصرح في الفوبيا. اه طريقة خوفك من الاشياء. بيصلح كتير في طريقة ادارتك للاشخاص. في اتعاملك مع المخاطر اللي حواليك. اه في. لكن اه انت هرجع وقولك تاني عشان اتقى برضو واضح وصريح. في ناس بيبقى الموضوع صعب جدا. فاحسن له. يعني انه هو لا يعني ممكن لو كاراكتر بتاعه بيد او كده لا خلاص بقى لا يبقى انت خليك راجل وممكن تبقى تيكنيكا لحد جامد جدا. يبقى مثلا مش عارف احسن في العالم العربي. احسن مش عارف مش عارف مش عارف فيين. مش لازم يعني تكون مدير يعني. لكن فعلا اللي بيخش في مجال الادارة. اه مع العلم ومع مع مع الراية ومع ال اه. بس اهم حاجة بس ان هو يقعد مع تحت ناس. يعني يقول له الكلام ده. الكلام ده علم. يعني علم عايز يتنقل. وعلى فكرة لساعات فيه تدخلات جراحية يا جماعة. يعني مش عارفش رحت لكم وكتباش رحت لناس تانية. وقول لهم احيانا الموضوع بيقى فيه ده تدخلات جراحية. لما يكون مثلا واحد ابن امير ولا ابن سلطان ولا ابن ملك. ولازم يطلع ملك ولازم ما ينفعش تقول لي لا ما ينفعش. لا ده انا. فلازم. فخلاص طب انا بيدخلوا جراحيا. وفيه ناس قسيرة بيطولوها. وفيه ناس سوط هرفيع بيتخنوه. وفيه ناس. تشوف لدرجة ايه? درجة ان انت. لكن الصفات بقى العادية التانية. يعني بشوية مجهود ممكن تتغير وتتعدى. بشون ساعدة. بشون ساعدة. بشون ساعدة طفيق طبب. بشون ساني. السلام عليكم. عليكم السلام. الاول انا بروفزور هانا بول علا. استاذ ال جي اي اس ووكيل كله ادب نامات الفيون. اهلا بساعدة. بشون ساعدة. اه طبعا سعيد جدا بالمحاضرة الجميلة. اه بشكركم جدا عليها يعني حاجة اثرت بصراحة الموضوع. ولكن انا يعني عندي بس تساؤل صغير. طبعا. بشون سوليد ساعدة. اه اتكلمت كويس جدا عن الهازرز وعن الريسكس ودول كلهم يعني. بس اه كلمت في حتة الريسك قلت ايه? قلت ان احنا ريسك قد يكون وقد يكون فريد. فالحتة دي بصراحة انا مش فاهمها يعني انا دايما الريسك عارف ان هو يعني ايه هيبقى كونكتب على طول للهازرز. مش للا. مش للا. ابدا يعني. تمام تمام. اه انا باتفق من حضرتك جدا يعني دي مدارس مش صح وغلط يعني دي اول حاجة عايز اقولها. يعني مدرسة البي ام اي. هي اللي انا خدت منها التعريف اللي انا قلته اللي هو ان الريسك اتعرف على انه انسورتينيتي هو التعامل مع المجهول. ده علم البي ام اي. لكن يعني في مدارس تانية مباشرة بتقول لك ريسك يعني ثريت يعني نيجاتيب. تمام. حتى من اسمه يقولك حتى الترجمة كلمة ريسك يعني مخاطر. ده كلام مزبوط جدا. لكن البي ام اي المناج اللي هو اللي احنا بن يعني معظم المرجعات بتاعتنا بترجع له. او المرجعات اللي احنا اللي انا يعني بستخدمها برجع له فيها. قال لك التعامل مع الريسك هو التعامل مع المجهول. وبالتالي المجهول ده تأثيره تأثيره ممكن يكون ايجابي وتأثيره ممكن يكون سلبي. لو انا حاسس ان المجهول ده موديني في حريقة بواسطة. ده كده ريسك ده اللي هو المعلوم. لكن لو المجهول ده ممكن يوديني بفرص. فهيسموه وبرده هيتعامله معه لانه ريسك. لان انا ممكن اعظم حتى لما حطت التعامل معاه. يعني دي ما كاملت لكوش لما انا قلت لكم ازاي بيتعامل مع الريسك. حطت اربع طرق للتعامل مع الريسك لما يكون فرصة. يعني مثلا لو انا عندي فرصة ان انا اروح انترفيو مسلا. تمام? حال الانترفيو انا ضامن ان هما يقبلوني في الشركة? اكيد لا. حال انا ضامن يدوني المرتب اللي انا عايزه? اكيد لا. تمام? فلو انا عايز انا اه رايح الانترفيو ده وعندي شغلي وعندي ورايح بس اجرب فانا مش فارق معي قوي. واحد بقعد في البيت بقاله فترة ويعني زي بقوله كده هيموت على الشغلانة. تمام? ده اكيد لازم يروح بطريقة تفكير تانية في التعامل مع المجول اللي رايح له انه هو انا قتيل الشغلانة دية زي بقوله كده بيعدينا بالمصر. قتيل الشغلانة دية. فده كده عالم ده كده بيسموها ايه? بيسموها اكسبلويت. تمام. بيتعامل مع ان هو هيحققها هيحققها. فبيبدأ يتعامل معها طريقة معينة. فدي كده بس مدرسة البي ام اي انا مع حضرتك ايام الصحة وغلط ولا اللي حالك بتقوله ده لا مدرسة. مدرسة البي ام اي بتتعرفه بالشكل ده. هو هو يعني اتكلموا عن عن طبعا الصورة واكيد ساعدتك عارفه كاحد اتجاهات فعلومه الادارة يقصصا في الصحة النابلة يعني. تمام. فدايمن كانوا يقولوا ان في في حاجات اينر وحاجات اكسترنل والحاجات الانر بتبقى الاس والدابليو اللي هي العامل قوة عامل الضعف اللي موجودة. صح. واللي انا منتظرهم بقى اللي هم اللي فيهم الريسك هي بقى ثريت واللي فيها الابورتوينتي ودولات بقى اللي انا بشتغل عليهم بشكل كبير جدا في المانيجمنت تاعي. عشان كده بس كانت النقطة دي ولكن طالما هي مدرسة وده فكر خلاص يعني. تمام. ما هيبول الحركة هي مدرسة مدرسة البي ام اي هي اللي بتعرفه فعلا. لكن في مدارس تانية فعلا لا يعني بتقول لك الريسك رايح للحاجات كلها المخاطر والنيجاتيب وكلام بالزبط فاند. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام. معان سعادة التوفيق معاك. اهلما سهلا وان سعادة. اهلما دولتر وليد احنا اه شرفنا بيك طبعا وبالطريقة المبترة الجديدة لحضرتك اه بتدرس او بتعرض بيها الموضوع ده. وبقول للزملاء جميعا يعني الحقيقة ان الدكتور وليد قاله ارجو ان انتو تسجلوه وتسمعوه اكتر من مرة. انا نفسي سمعت ال اكتر من مرة والبصراحة اللي قاله المونس وليد ما تقالش قبل كده. امانة يعني بدون مجاملة. بدون يعني ايه عشان المونس وليد سامع ولا حاجة ده هو التلام ده حقيقة اه اللي تقال ده اه تقال اه حاجة جديدة مش هتلاقوها اه فعلا في الكتب يعني. وبالنسبة للحالة اللي قالها الدكتور هاني من شوية اه انا بقايد بي ام اي اه في في موضوع الريسك ده انه ممكن يكون افورتونيتي. اه ليه? لان اه في عناصر او اه المشاركين في المشروع اه في فكر البي ام اي الستيك هولدرز مختلفين. فبمبدأ مصائب قومين عنده قوم من فوائده قد يكون الريسك اللي خايف منه الاونر يتحول الى افورتونيتي بالنسبة للكونتراكت. يعني جاء الاونر جاله ريسك اه لازم يخلص يعمل كراشنج للمشروع. اه يخلص مثلا قبل الوقت بتلك المدة. اه طبعا اللي بيبقى ده ممكن يكون افورتونيتي للمقاول انه يطلب زيادة. ممكن يتسبب في زيادة ايه? اه ربح او زيادة عائد بالنسبة للمقاول. فده الريسك ممكن يكون اه ريسك لأحد الاستيك هولدرز يكون افورتونيتي بالنسبة ايه? للاخرين. اه دي حاجة. اما بالنسبة للسؤال. اه حضرتك في الاصدار القديم بتاع البي ام بي. اه كان الجزئية اللي حراك شرحتها النهاردة بتاع الاسكيدول كان اسمها تايم مانجمينت. تايم مانجمينت. تمام. وست مانجمينت والتايم مانجمينت. النهاردة انت حراك با اه 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 اغيارة اصدار الجديد بقى. تمام. ايه الكروب ما بين الاتنين. تمام. تمام. حلو. اه دي الحاجة التانية عشان بسه ما مسكت وحراك هتكمل. اه حضرتك وعدت المرة رفاتت احنا انشأنا جروب عشان اه نشر المواد العلمية. تمام. اه بصراحة انا دخلت عالجروب لسه ما فيش ايه مواد علمية. نرجو انت لاقي وقت ان انت في اي وقت فرغت حضرت ايه. انا لسه ما نزلتش الحاجات عشان كان لسه الجروب ما اكتملش العدد. فقلت بدل ما نزل الحاجات واعد اعملها تاني فخلينا كل العدد يكمل والجروب يعني يبقى اكمال على الاخر. خلاص هنبدأ بقى انتقريبا هو كده النهاردة شفت ناس كتيرا تضافت. فان شاء الله خلاص كده نبدأ ننزل الماتيري اللي انا وعطوكو بها ايه. انا كانت المؤمنون عنده اعودهم كعلا وبنشكرك شكرا جزيلا وبنشكر منطس عمر وبنشكر بم اربيا وبنشكر كل المساهمين في خروج هذا العرض بهذه الجودة. اه مع ان وجدت صعوبة النهاردة عشان ادخل لان حصل اقبال اه شديد كالعال على معدد حضرتك. العدد ابتمل مية من بدر اوي. فالحمد الله ربنا ايه اه سهل لي واخدت الفرصة دي. طب الحمد لله ان شاء الله احنا احنا بان شاء الله بنتكلم ان احنا نعمل زوم يكون فيها العدد اكتر من كده ان شاء الله بكتير بحيث تستوع بكل الناس ان شاء الله. ماشي اتفضل افهم من الله. اه بالنسبة الموضوع البينبوك جايد والاصدارات اللي بتنزل وطبعا على الاصدار السادس دلواتي. اه برضو عايز اقول لك يا جماعة دي نقطة مهمة جدا بحاول اشرحها وعندي جرأة ان اقول لها الناس كنا بيخافوا قلوها فعلا المواضيع مش صح وغلط يعني الكل الكلام ده مفوش صح وغلط خالص. يعني احنا بنعمل المنهجيات دي. يعني بروح هير كنا بعملون منهجية وطبعا طبعا عرصنا بنبقى هو مرجعية لها في الاخر بس في الاخر الكلام ده كلهم نفسهم بيعدلوه. انت لما تشوف من الاصدار الاول الاصدار السادس هتلاقي اه البروسس نفسها عددها بتغير. النولج اريا اسماقها بتتغير. التولز والتكنيكس بتتبدل. حاجات بتتغير فما فيش اي مشكلة الموضوع مش صح وغلط. هو فيه جزء كده ممكن نقعد نلعب فيها. يعني مسلا تغيير الكلمة او اللي اسمها time management schedule management. هو ده الصح اللي هي schedule management. هو العلم هو علم مش علم time. علم time مختلف شوية يعني كمسمة يعني. لكن هي برضو مش صح وغلط ما هو في السنين اسمه time. وكان اللي بيعمل الكلام ده خلي بالك. اللي بيعمل البنبو جايد ده مش شخص. ده مئات الاشخاص. يعني الحمد لله انا شرفت بان انا كت من ناس اللي عملوا التعدادات على الاصدار الرابع. فيعني مئات الناس اللي بتبقى involved في الكتاب ده وولاس عندها خبرات. فهو الموضوع صح وغلط قوي يعني. فكلمة schedule اقرب ليه? لان هو العلم اللي بيبني schedule بتاع المشروع. يعني انت schedule المشروع. schedule يعني ايه? يعني بتعمل البرنامج الزمني بتاعه اللي مرتبط بالانشطة والعلاقات والجدولة الزمني. يعني اكتر من الوقت كوقتي كده وخلاص. فياكن هي مش متقفش عندها كتير. يعني انت لو برضو لسه بتقولها time مش غلط. يعني ولو بتقولها schedule مش غلط. ولو انت بتقول مثلا. يعني انا مثلا في PMI. في الاصدار تقريبا مش فاكر كان كام. انا بعترهم. انا بعترهم انتو حطين يا جماعة. اه في مرحلة planning في time management. حطين ست عمليات. انا مش شايف ان هم ست عمليات. هم عمليات واحدة بس. فهم الناس ما قبلوش الاختراح ده واقعدوا اقنعوني ان اولايتهم هم عندهم حق في وجهة نظرهم. وانا عندي حق في وجهة نظرهم. بس عشان تتحطي في الكتار تتحطي وجهة نظرهم اعرب. فهو الموضوع من الاخر ما فيوش صحة وغلط قوي. لكن فيه اصول وفيه اساسيات. انا شخصيا ما يال لكلمة time يا دكتور. يعني time ديت يعني بتبقى اه جزء مهم جدا في اه عناصر المشروع. انا بميل اكتر لكلمة time ان انا اعمل اسكوب اه على كلمة time بالنسبة للمشروع لان المدير المشروع دايما الوقت ده بيسرقه. الوقت دايما هو اه عامل اساسي. ما فيه ما انا بقول لك يعني هو انا بقول لك الموضوع يعني بالصحة وغلط خالص يعني الموضوع دايما يمشي ودايما يمشي هم بيشوفوها من وجهات فزر معينة ومبررات معينة. ماشي يا دكتور شكرا نفان. افوان. اه باشونس انتونيو. من نقاط المعنسية المصريين تقدر باشونس انتونيو. اتمنى ان يكون كاسلوت واضح. جدا. اه واضح طب. تمام. اه طبعا انا يعني عايز اقول باشونس عادت بالزبط كده. انا بحاول ان انا تكون مبادري معركتش. وبعدين اه يعني بصراحة قلت برضو ايه بلاش احاول كتير لان لو بدي ما كان. اه حسيت ان الناس في اقبال شديد جدا على المحاضرة من المرات اللي فاتت حتى. ويمكن كنت بتكلم مع المحاضرات عظيمة جدا بتاع الدكتور وليد. وانا مسخمتها جدا بالشرح. يمكن انا عضو مجلس اعلى سابق. بقى لاربع سنين. وقدت مسؤولة عن التدريب في النقابة تلس سنين الاخرانيين. ونفذنا تقريبا اكبر عدد من دورات في مصر هنا. تمام. بالنسبة لي ان انا اسمع الطريقة بتاعة حضرتك. فانا طبعا اشكرك جدا عليها. هي الطريقة هيلة جدا. وبالنسبة لك دي ده. يعني بقول حقيقة انا سمعت تقريبا. احنا عملنا اكتر من مئة وخمسين او مئتين دورة في السنتين بس. فلما الموضوع يبقى كده وابقى انا فعلا مشدود جدا. يبقى اكيد فعلا يعني انت فعلا اتاخد منك الكلام من الاخر. يعني انا اقول للناس اه يعني انا قدر اكد لكم ان اللي بيتقال دلوقتي ده طريقة مميزة جدا. بشكر سعادتك عليها. شكرا جدا. بشكر على التعاون الهاي لدوت. وباسم البشمهندس هاني ضاحي بشكر حضرتك وبشكر البشمهندسين على متابعتهم. يمكن حاجة هيلة قوي ان احنا نبقى في برنامج زوم بنقفل دايما العدد. وبتبقى الناس متابعة على الفيس فده بيقول ان احنا ماشيين صح. وانا تقريبا المحاضرين كلهم. وحضرتك قمات كبيرة جدا. انا بشكر حضرتكم للتزامكم. وبشكر سعادتك طبعا على المجهود الهاي لدوت. وان انت مفضل لنا وقت. انا عارف طبعا ظروف عندكم اه في انجلترا مش افضل حال. بس في عز الظروف دي هيك برضو مبتزم معنا. في يعني رب انا حفز عليك. ويحفز عليك. ويحفز عليك. ويحفزك. فرسي جدا الله. انا اخيرا بس احب اشكر سعادتك تاني. وشكرا للموجودك. احنا بازن ربنا هننزل قريدي المحاضرات دي هيك كا موجودة على صفحة انا احنا هننزلها برضو على الصفحات عندنا. اه هناخد القديم والمحاضرة دية وننزلهم اه وربعة. تمام. تمام. تمام باش مانزل. شكرا جدا لكم. مش هاي ستطول عليكم عشان في ناس ثانية اكيد اه حب نهاية التفسير. شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. دكتور اسمعين. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام. اه اعطيكم العافية. انا في البداية بحب اشكر الدكتور وليد والمهدس عمر السليف على المجهود. اه انا استمتعت طبعا بالمحاضرات اه اللي الاخرانية. آآ لكن انا آآ اه حابب اشوف آآ الدكتور وليد. موضوع الانه التونترول. آآ موضوع الكنترول مهم جدا لمندار المشاريع. طبعا. وبالتالي آآ التونترول سواء كان نظام أو للسوط المؤشرات بتاعة الكنيف. متاعة الموجودة. هذه من الهبية مكان لاي مدير مشاريع. طبعا. هذه انا كنت متوقع انه انه انت آآ تشكي على انه في المحاضرات السابقة حكيت في موضوع موضوع كيف انا ممكن ادخل في عملية عشان ما يدخل سلبا على المشروع بقدر يعملني او يؤدي نتيجة الى تمام. تمام. الموضوع التاني اللي محتاج ان احنا ما نخرجش من هادي الدورة بشكل كبير موضوع يعني موضوع يعني كمان وانواعه وكيفية تفاصيله. هادي كمان انت حكيت فيها وبرضا انتهى الكورس بدون ما اه انه احنا اتعرض على انا كنت حذبك مع اه طريق شرحك في موضوع الكورس. انا طبعا استاذ مساعد في دارة المشاريع. اه اه في جامعة فلسطين في فلسطين. وبعطي محاضرات على اه في ادارة المشاريع بشكل كبير. تمام. بس اسلوبك في عملية السرح طبعا يعني الدكتور كان مميز بشكل كبير. كنت حابب اتفيد زيادة في موضوع الكوت. تمام. موضوع الكورس. لانه هادول هاد شكلتين مهمات جدا. بتميز كل المهندس او بتميز اللي هو اه المهندسين اللي بتعامله في ضغط المشاريع. من مهندس الى مهندس. اخنا هادي المدخلتي وانا اكتف بالعكس ربي احنا اتشرفنا بيك طبعا. طبعا بلا شك حركة يعني حطيت نقطتين مهمين جدا. الكنترول احد كتب البروجيكت مانجمت كما انا قرأتهم زمان كان اول جملة في الكتاب عمري ما نساها كان بيقولك. البروجيكت مانجر هو ده كنترول. الكنترول هو البروجيكت مانجمت يعني. كان حركة مظبوط جدا. بس احنا زي ما اتفاقنا هو الفكرة احنا ما كناش بنتكلم اهم او مش مهم. انا كنا يعني على قد الوقت بنحاول لنا يعني بصراحة كان بتاعي ان انا بالذات الشباب الزغارين اقول لهم العلم ده جماعة اتشتحك عليه كلك ده كلام فاضي وكلام لا لا ده علم. طبعا اهم شيء الادارة طبعا اهم شيء. اه. لكن طبعا زي ما حرك قلت الكنترول ده هو البروجيكت مانجمت وعشان كده ما ببدأتش اتكلم فيه لانه فعلا يعني لما نخش فيه ما بنفعش نطلع منه بقى يعني. صحيح. صحيح. هو 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 الدركسيون بتاعك. يعني انت ركبته بصراحة. الكور. الكور. صحيح. اه. تمام. اه. ده بالنسبة. وطبعا الكوست طبعا زي ما حركت افضلت. يعني فعلا يعني الكوست استيميشان بس البروستس اللي هي احد البروستس اللي هم في البيانبوك دايد. انا عامل كورس كامل بس بتتكلم على البروستس دي بس اللي هو التسعير. يعني التسعير من اول والاخر ده علم كبير وعلم فعلا يعني يعني شغلان. صحيح. 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 طبعا اكيد احنا زي ما كنا متفقنا ان ان شاء الله هنرتب برعاية خط المهندسيين وبيم اريبيا وبرو جاكس. ان شاء الله نرتب حاجات زي كده كتير في المستقبل يعني الموضوع ما انتهاج عند الاربع محاضرة. ربنا سهل ربنا سهل يا دكتور. انا سعيد ان اتمنى المحاضرة كلها وبشكركم جميعا. مهندس فمر والدكتور وليد. جميع الاعضاء. تحياتي. سلام عليكم. اي شون صديقي سؤال على ممكنية تسجيل في متحمل بيم اي بي في الفترة الحالية. في يعني الاسف حتى مش عارف يعني نويت عنا في المحاضرة الاولينية لما شرحت. الاسف في بيم اي اي ا يعني كت عملت او بدأت تعمل بعد الكوبيد ناينتين. اه مشكلة الكورونا. اه يعملوا الامتحانات اونلاين ويبقى من بيت اكترى تمتاح البي بي ده كانت ميزة جميلة جدا واتوفى على الناس كتير مجهود ووقته. لكن الاسف احد من من عالمنا العربي طبعا بقول الاسف لان اه صور الامتحان وبدأ يصربه. وطبعا البي ام اي منعت بعدها الامتحان اه يتعمل اونلاين في العالم العربي. اه الحمد لله دلوقتي فيه محاولات انه هو الموضوع اي رجع تاني بعد شوية يعني هيعملوا شوية بريكوشنز هيعملوا شوية حاجات. وان شاء الله يعني اقول لكم يعني ان شاء الله اجيب لكم عشان بس اجيب لكم معلومة يعني في حاجات دي كلها بيحصل لها بشكل يومي تقريبا يعني. فخليني ان شاء الله اعمل لكم ريسيرش واقول لكم ايه الاخر update الوضع اوصل لفين يعني. بس هو اخر حاجة كان الموضوع ده واقف في العالم العربي وبعض الدول بسبب موضوع الشخص اللي تصور اللي امتحان ونزل بعض الاسئلة على النات. في سؤال عن علاقة الايزو بالريسك اللي دورها. الايزو. عايزين بس نتفين الايزو دي. دي مؤسسة. اسمها الانترناشنال ارجانيزيشن فور ستاندرديزيشن. فمؤسسة الايزو دي بتعمل حكا كترة جدا بتعمل 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 شهادات اللي انتم عارفينها شهادت الايزو 9000 واحد وتسعة تلاف ومش عارف 15000 وكام يعني فالايزو عندها بروسيس عندها مثادولوجيز لكل حاجة في المانجمنت. عندها مثادولوجي للريسك عندها مثادولوجي للسيفتي. فطبعا ايزو اعتبر مرجعية زي البنبوك جايد كده زي يعني فهي دي العلاقة يعني. اه تمان طب باش منصح مدسة طب باش مندسة هندة. الو. الو. تحب تتفضلي باش مانسة الا. السلام عليكم. عليكم السلام. اه باش مانت ازاي حضرتك كل سلام طيبين جميعا. اه بس صح والسلامة. الله يخلي. اه ربنا جزيكو خير كده ان شاء الله. انا الحمدلله سرتفايت بيم بي كنت على اصدار السادس. بس مش مانت انا عندي مشكلة في اني انا تهتي. يعني حضرتك ما شاء الله عليك. بتتكلم في الكليمز بتتكلم في البوست منيجمنت في السكيدولين. هل ان انا لو خدت كرصات في كل ده يعني ابقى بروفاشنال ولا انا اشتغل يعني اتهت فاهمني بشو انسة. يعني هل الكرصات ذاتي ايه ده ولا يعني اتخصص ازاي او ابقى بروفاشنال في حاجة واحدة ازاي. تمام بصي اقولك انا اجوابلك الموضوع ده باقتصار شديد جدا. يعني دائما نقولي البروجكت مانجير هو اللي بيعرف شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء. يعني ايه? يعني يعني علم البروجكت منجبن دة علم. ده لازم تعرفي لانتي عايز تشتغلي طبعا الكلام ده ليه متخصصين? يعني ده مش بس ده في كزا نوع من انواع التخصص. يعني ممكن فيه شغلانة بس اسمها فورينسيك بلانر. الفورينسيك بلانر ده الشخص بس اللي بيعمل الكليمز على البرنامج الزمني وبيعمل فقط. ده كل حياته وكل شغله وكل خبرته فتتخصصه. فانا مش لازم اكون فورينسيك بلانر عشان ابقى لان انا عين فورينسيك بلانر عندي في المشروع مسلا. تمام? فلكن فاهم يعني ايه فورينسيك العgive لكن لو انا عايز اتخصص يبع انا مش بلانر. جاجعني ده شغلة وشغلانة. التخصص ده لما اقولك مثلا انا هشتغل في الديزاين يبعا انا كده عايز اتخصص في الديزاين. انا عايز اتخصص في بلانيجج ا challenge يبقى انا كده بتخصص في انا عايز اشتغل وعلى فكرة من اكتر الشهورات اللي انا بشجع الناس الزغيرين هم يتعلموا انها من احسن المرتبات اللي موجودة في العالم. هي موضوع او الناس اللي بتعمل تسعير. فده التخصص لكن ده ان انا هدير بقى المنظومة كلها وهدير المشروع كله من ايه تو زي. فاتمنى كن يعني عرف تجاوب السؤال يعني. وشان سحمد؟ طيب اللي أعطيكم العافية. يعطيك العافية سهز وليد ما شاء الله وكان ما رح عيد اللي حكوه والأخوة يوفوه وقدوه. مرسي جدا. هلأ السؤال اللي بدي يقوله أنا يعني ما شاء الله ما رح نتركك متل ما بيقوله. مرسي جدا. وبدنا نشوف أو هيك نعمل يعني اللي قدمته وأنت كان مدخل بصراحة. صح. وهذا. بس بقى هلأ موجودين نحن هلأ مية تقريبا ما شاء الله. وفي ناس كتير مقدرة تدخلوا هيك. اش خارش نعمل مع بعضنا تعمل لنا يعني عروض ترينينج لهيك. في كتير أكيد من الأخوة هلأ بخاطر ببالهم هالسؤال وشون واحد يعني يمشي معك ويستفيد من خبرتك ما شاء الله. طبعا لأني اسلوبك ما شاء الله. وعني بتعطينا هالمعلومات هاي بلغتنا الأم يعني هاي كمان لازم واحد يحكي فيها. بالغرب مسلا بجوز تحتها باللغة الألمانية باللغة الإنجليزية وهيك بس أما أنت ما شاء الله تدخيل الأمثلة الواقعية بالمعلومة النظرية كل هاي الأمور بتخلي الواحد يقوله لازم نتابع مع الأستاذ وليد. طبعا وده اللي احنا كنا منتكلم فيه ان احنا ان شاء الله هنخطط نعمل يعني بقى كورسات تفصيلية متركزة بقى يعني نعمل مثلا كورس بس عن تسعير نعمل كورس مثلا عن البرمجة الزمنية نعمل كورس عن البرمجة الزمنية نعمل كورس عن البرمجة الزمنية فطبعا الموضوع كبير يا جماعة طبعا ده يعني مش في يوم وليلا ممكن تخلص الكلام ده كله ده يعني كل عنوان من دول عايز له كورس يعني بقى نشوف نحط مثلا النقاط دي كلها وناخد مثلا أصوات الناس على الجروب يعني تحبوا مثلا نبدأ بإيه يعني لو أعلى بالنسألوا مثلا نبدأ بالبرمجة ممكن نبدأ نعمل برنامج للبرمجة نبدأ نشرح البرمجة بشكل مفصل أكتر في كورس متكامل مثلا مثلا وكسر فده اللي احنا ممكن نبدأ نشتغل عليه ان شاء الله الفترة اللي جاية ان شاء الله شكرا عبدالنسوليد اخر سؤالين ما هو الفرق بين البرمجة الزمنية والبرمجة والبرمجة يعني بص في حاجات كده يعني انت حط الفرق اللي انت عايز وهيمشي يعني هو ما بنقول بلانر يعني ما يحطش كلمة انجيريا كده يبقى هو مش انجيريا يعني احنا مثلا في بريطانيا وشغلانا مشهورة جدا اسمها ويدينج بلانر ده اللي هو بيعمل تخطيط لحفلات الزفاق مثلا وشغلانا مطلوبة جدا فده ما روش علاقة مثلا بالهندسة ده حد وكذا فكلمة بلانر دي ممكن تطلق على حاجة كتير جدا يعني لكن لما انا بشتغل في المشاريع الهندسية بيبقى غالبا بيبقى مهندس لانه عشان يبقى فاهم التعسق في فهم المثالوجي وفاهم فيبقى مقترن بكلمة انجنير يعني فعشان كان يبقى مقترن بكلمة انجنير لكن في الآخر يعني مسميات ما فيها صحه وغلط برضو إسمه بلانر ممكن يكون صغار في السنة شوية بيسموه بلانر لكن هو في الآخر اسمه بلانر انجنير ولما بيكبر شوية او عنده خبرة شوية بيسموه سينيور بلانيج انجينير. ولما يبقى مدير التخطيط يبقى بلانيج مانيجر. وهكذا ما يعني مش. تمام. وسعاد بيقول لك الفرق بين البلانيج انجينير ونفسك كلام سكاجولر. ويقول لك لقص السكاجولر ده هو بس اللي بيعمل بيشتغل البرابير لكن مش فاهم. كل دي كلام اجتهادات مفهاش يعني مرجعية تقدر تقول لنا طبقا للمنهجية الفرنية ده معناها كده. لا كلها يعني اجتهادات لبعض الشركات وبعض الاشخاص. طب عايزين نصيح حضرتك للطلبة حديثة مشروع التخرج. مشروع تخرج بتاعهم في المانجمينت. يعملوا ايه يعني? اه وعايزين نصيحها لكم يا حضرتك. اه تمام. اللي بيبدأ يخش مشروع تخرج مانجمينت خلاص يبقى هو حاول يحدد اتجاهه. فيبدأ يشوف النقط اللي هو بيبدأ اللي هو ده بقى الكارير بتاعه هيبقى فيها اللي هي زي بلانيج انجينير او كوست انجينير او هيشتغل في الكوست استيميشن والكوست كنترول. وطبعا دي من الحاجات الندرة قوي يعني العالم العربي الاسف ندرين قوي قوي اللي بيفهموا كوست كنترول. حاولت على فكرة يا جماعة برضو يعني بيضوي يعني. اشوف كل الناس اللي بتدرس كوست كون فيش حد فعلا بيدرس كوست كنترول صحة في اي مكان ولا في يودي مي ولا. يعني فعلا الحاجة دي مش موجودة لكن في ناس طبعا بيعملوها في العالم العربي. واليالين جدا بس ينفي درسوهاش. فدي من الحاجات اللي نقصة جدا في العالم العربي اللي يفهم يعني ايه كوست صح. وبيعرف يعمل كوست بذات في شغل يعني. لانه عايز خلفية في الحساب يعني في في وفي الاكاونتنج. فدي مش موجودة في في فده يعني انصحوا بال بالاتجاهات دي تشوف حد يتعلم منه كوست مانيجمنت. او يخش في البلانينج او لغاية ما يبدأ بقى يتطور ان شاء الله في يوم الايام يبقى بلانيج مانيجر يبقى مانيجر وكلام منه. بس ده يبدأ. ونصيحة تانية برضو ونصيحة تانية برضو فعلا قبل منسة. ان حاول تشتغل بيدك شوية. يعني ما تروحش عطول على المكتب وتبدأ تقعد في المكتب. بصراحة هنتعلمنا في الاول او خبراتنا الكبيرة جات مدأنا في المواقع. مزلنا مواقع وشوفنا الشغل بيتم بعنينا وعرفنا اسماء الحاجات بعنينا وعرفنا اللي انت هتقعد تكتبه بيقديك بعد كده على البرمافيرا او ماكسوت او ماكسوت بروجيك او ماكسوت او ابقى عمله بيدك الاول عشان تحس بيه. وإلا هتبقى زي كتير اول من الواحد يشوفهم بصراحة يوم عنده عشر سنين خبرة وبصراحة مايسواش مش عادي اقول كلامات يعني يبقى الاسف ما عندهوش بقفاضي من جوه. مجرد واحد كده لو جبت واحد مع دبلوم صنايع واعدت علمت برمافيرا ممكن يبقى زيه يعني. لأ عشان تبقى فعلا بجد مهندس ابدأ يشتغل في الموقع شوية ابدأ يشوف الشغل بيعنيك. ابدأ اتمرمت شوية زي ما بيقوله. وابدأ بعد كده يخش في المكتب الفني والبلانينج والحاجات دائرة. تمام. طيب في سؤال مانسي عقوب يقول الفرق بين البرمافيرا والنفس لا فرق كبير طبعا فرق كبير يعني. يعني دي برضو عايزة يعني عايزة عشان تقدر تفهمها برضو مش هتشترح في كلمتين ثلاثة. هي برضو زي مثلا لما اقول لك الفرق بين الاوتوكاد والريفت يعني. نفس الفكرة كده ان الموضيع تطورت قوي. تطورت قوي وصلت لأبعاد كتيرة قوي ما كانتش موجودة في المستوى ده. تمام؟ فاستخدام التول بيفرق في النتائج. زي ما اقول لك زي ما حد برضو سأل سؤال برضو كانت موجود على البورد. بيقول لك مثلا لو انا بعمل مشروع خطي زي مثلا باي بلاين زي طريق. هل البرمافيرا كتول هي الأنسب؟ الاجابة لا. يعني الاجابة ممكن تكون غريبة وصادمة لبعضنا. بس يعني الاجابة لا. في برامج اقوى بكتير زي تيلوس مثلا. في برنامج اسمه تيلوس. لو انت بتعمل خط مترو انفاء. خط قطر طريق باي بلاينز. لا. تيلوس هيديك نتائج مبهرة. يعني انا دايما بمثلها. هو دايما حتى بيمثلها كده. يجيب لك برنامج مثلا. كنا بنعمل مثلا المترو في احد الدول يعني. فعملين الجماعة البرمافيرا. عاملين البرنامج الزمني عبارة عن كام? مئتين وخمسين صفحة اسري. مئتين وخمسين صفحة اسري. واحنا عاملين البرنامج على تيلوس نفس النتائج. عاملين على تيلوس على كام? صفحة واحدة. بتديك نفس النتيجة اللي موجودة في مئتين وخمسين ورقة اسري. متخيل الفرق. فإذا انت استخدام التول مهم جدا. فنفس الكلام كده بها يعني فكر مختلف. فكر متقدم جدا. ولكن ما ما زال لسه احنا برضو مرحلة الانتقالية. يعني ما قداش اقول لك خلاص لأسيبك من ده وما ينفع عشان هو البرمافيرا لسه مازال وجودها موجود. exist. اليوني فاير جاي في السكة. النابس ووركس قدامها شوية عشان تبقى منتشرة زي يعني وعلى حسب الناس هتتقبل الكلام ده ازاي. خلي بالك برضو سهولة وتمن السوفت وير والافيلابيلت بتاعته بتفرق على فكرة. زي مثلا البرامج زي مثلا الويندوز. والحاجات التانية الويندوز انتشر عشان كان ومتاح ببلاش او متاح ان هو ينزل ببلاش مع مروش عليه رقابة عالية. فالحاجات دي خليته يمنتشر غير البرامج. فكل كل كلام ده هيفرق الاام الجاية في انتشار بعض والتولز اللي موجودة. اه تماما يا صازنا. طيب اه بشمان دكتور ابراهيم عندي سؤال وبعدك ان شاء الله ناخد صورة تذكرية وان شاء الله مع المانتسوي بعدك ان شاء الله كورس بعد اه بعد شهر ستة او دك شهر سبعة من نسب حضرتك. اه ان شاء الله ان شهر ستة عندي مشروع كده بخلص فيه الله عين يا صاحب ان شاء الله الله عين يا صاحب. السلام عليكم معرايش. ومش سؤالو الاحيب السل. الله يبرك فيك اه بس يعني زيادة معلومة حضرتك. عالف رش طبعا بالنسبة للاختبارات بتاعت بيش اغالة. ان لحد النار بغض النظر عن المشكلة كاتت حضرت. فالحد اللحظة اللحنا فيها فعلا ما شاء الله كل الاسبوعنا بتوصل مع زملت ما شاء الله لنا. طيب الحمد لله طيب كوايس. طيب كوايس. طيب كوايس. طيب كوايس. طيب كوايس ثانية حاجة كنت اعاوز من محاضراتك برضو من ضمن المحاضرات اللي هتعملها الاستراتيجي اا ريسك منش مالك. تمام. ان شاء الله نرتب محاضرات الاستراتيجي عمتا يعني من الحاجات اللي انا بتستهيني جدا ان شاء الله نرتب لها محاضرة. وادي افريدي اما يعني متخصص فيها فبحبها هلو جدا. هلو جدا ان شاء الله. لا تمام. انا اسلام عمرو كرم. الله يخليك. شكرا لك وجزاك ام الله الف خير. ياكم وي. شكرا لكم الله من فضله وعلم ان شاء الله. بنكرمك الله يخدي. ما امين او كل سنة وانتبعين جميعا. صح والسلام. ما امين يا رب. شكرا ما نصنر. شكرا. 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 عشان صليل مع القبر المرة دي. او برضو والله الاسف اللاب توب كان الصوت فيه مش كويس. فالاسف رجعت تانية اشتغل على الديسك توب. فالديسك توب فوش كاملة. ايه الله اكتب. قس ممكن نعمل حاجة كده سواني انا. احسن. 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 وان شاء الله كرم حضرة بكرة وبعد كده ناخد اياس فعيد وان شاء الله نرجع اقوى بإذن الله وانشكركم جميعنا على شكراً جزيلاً وكل عام وانتوام بألف خير ان شاء الله سلام عليكم